موسيقى صباح الخير من بيروت صباح الخير من الجديد صباح ما تبقى من الخير بهالبلد لبنان يدخل غرفة الإنعاش واللي كنا خايفين منه صار ما عم يصير كل لحظة البلد يعني انشل على الآخر اليوم إذا مرضنا ما عدنا قادرين نتطبب إذا أي ولد من ولادنا صار معه حادث راح تبرموا نص مستشفيات لبنان لحدا يستقبلوا وإذا استقبلوا المستلزمات الطبية ما عادت متوفرة ومعظم الأدوية طبعا غير موجودة نحن عايشين خطر الموت كل لحظة نحن دولتنا عم تقتلنا بالحياة اللي عم يصير بلبنان ما بيتصدق ما عايشيننا زل لنقمن الخبز والبنزين والغاز والمزوت والكهرباء والمي بيشيلوه من درب اللبنان اللي يهربوهن عبر الحدود مثل اللصوص اللي ما طلع على عكار مبارح ما شافشي واجع الأهالة ليوصف بوقت المنطقة عايشة بحرمان غير عادة كأنهن أصلا عغير كوكب منسيين مهملين محملين محرومين من أدنى حقوقن اللي يجي هالانفجار ويقفل الستار على شعب عايش أصلا من قلة الموت انفجار فسادكن متل ما انفجر بالمرفق انفجر بعكار والله يسترنا من تخزينكن اللي بيستغربوا كل لحظة كيف بعد قادرين تقادوا على كراسينكن تتشارعوا وتتقاصموا هالحقابات الوزارية وترفضوا وتأجلوا تشكيل الحكومة لأن الوزارة ما عاجب الحزب الفلاني مهم عقول ما أحقركن جميعا شو هالتركيبة اللي انتوا فيها هالقد اليوم ما عدتوا خجلانين لا مندموع الأمهات ولا البيات بس تعرفوا شو وقت الجد بلش وبلشتوا تحسوا بالصخن وبلشتوا تتخبوا وتتنقلوا على السكات حتى بيوتكن هالقيام ما رح تكون بأمان وحياتكن جاية دورة على الكل ما عدت في كبير على الوطن بحييكن اليوم بعد وجع كر مبارح يعني مكتوب علينا هيك كل لحظة نعيش مصيبة صرنا من نام ومنوع على الوجع بعد شوية حاسين حالنا بيش فيلم معا منصدق أنه اللي عم بيعيشوا اللبناني حقيقة صرنا بعد ساعة ما منعرف شو مخططين بدي أقول اليوم معلقة الفتحية لمحطة الجديد يلي عم تواكب كل هالأحداث على الأرض ما بخبركم اليوم عمل الأعلام قدي صعب لأنه هالتغيرات وهالمصايب اللي عم تنزل على البلد كل لحظة قدي بتطلب مجهود من كتير ناس ورا الكواليس بحيي الجميع وبحييكن طبعا ليلي قادر بعده يحضرنا ويلي عنده كهرباء أو عنده موتار بحيي اللبناني على صبره على إيمانه على ما بعرف هالوجع المخبى مخبى ما بعرف إمتى رح ينفجر بعتقد أنه ما عد لازم نسكت وأصلا نستغرب ومنحكي كلنا سوى شو بعد مسكتنا مبننا جين تمسحنا أتعبنا كل هولة إيه بس بعتقد يعني طريق الوصول إلى لبنان اللي منحلم فيه بلش أكيد المخات صعب والطريق طويل يعني ما فيها تكوني فكانت مع ناس صلهم أربعين وخمسين سنة على كرسيهم يعني ملزقين بيعتبروا هاي الكرسة هي الإله طبعا الله يصبرنا أنه نقدر نتحمل هالفترة العصيبة لحتى نوصل للبلد يلي كلنا منحلم فيه رح نبدأ صباح اليوم طبعا فقراتنا عديدة رح نواكب الأرض رح نكون معكم كل لحظة لنوصل صوتكم رح نبدأ مع الزميلة داريس سابع الشاشة لنحكي عن أبرز الأعمال يلي اليوم عم بتعلي الصوت وإمطن وقدي الفن له داري كتير كبير صباح الخير داريس صباح النور نسان أهلا وسهلا أول شي بدي أقول بستحلش مرة طول معيك إن كان أو مع مريات إلا ما نبلش جملتنا تعزينا لا يعني ما عم تقطع صنع سنتين منطلع على الهاتف أنا عزي ونعزي بس هاي بدي أعزي أهل منطقة أهل شمال وأهل عكار وكل اللبنانية أكيد بس بالتحديد منطقة شمال وعكار لأنه مثل ما قلت بالإنتروداكشن هاي دي المنطقة كومبليت لي منسين بيتذكروا ووقت الانتخابات بيتلعوا بيعام مقرجانات وبيعضوا بالإنماء وبيبشروا بالخير وبيفلوا ما منشوف شي هالمرة مش بس ما شفنا شي لأ شفنا شي كتير فضيع شفنا نتيجة أهمال وغياب الدولة وشفنا أنه عن جد لبنان يمكن بلد نفطي قادرين نصدر محروقات لبرة لأنه كمية البنزين والمزوت يلي مخزنين الناس ويلي ما بينلاموا الناس يمكن لأنه مخزنينها لأنه ما في دولة رائب ما في دولة على الأرض تمنع وتقول للمواطن لا وتقول للمواطن ما تهلع وما تروح تخزن بنزين فما فينا نلوم المواطنين يلي هجموا لا يقدروا يعبوا جارون بنزين لا يقدروا يروحوا على الشغير بس بدي أقول إن شاء الله عن جده من كل قلبي وأول مرة بقوله عن الهواء إن شاء الله بيتوقوا هالوجع يلي عم بتعيشوا الأهالي وعم بتعيشوا اللبنانية سالة سنتين إن شاء الله بيتوقوا وهيك اللي يحسوا شوي هيدا إذا حسوا ما بعتقد بيحسوا نسرين نعم أكيد أكيد ما معهم خبر يعني هلا بعتشوا رح أروي كم خبرية عشتها وشفتها مبارح بعيني لما كنت بعكر دوريس دايما منقول إنه الفن بيلعب دور إيجابة أوقات هيك ليخلي الناس يخلق فيها الحماس أو يخليها بلك تنطفد أو تصور شو عنا اليوم هيك أعمال عم تدعم لبنان وبعرف في كتير فنانين عم بقدموا لو فيديوهات صغيرة ولكن مؤثرة جدا نحن نسيين وقت حطينا الكونتين طبع هيدا الحلقة ما كانت يعني ما كان بعد صار الانفجار ووقت حكينا لنحضر هيدا السجمنت أثرت أنه يدلل فيديوز متل مهنة لأنه للأسف الفيديوز يلي ما نحضره عن لبنان بتنطبق على بحية لوقت بتحطيها لأنه عطول عم نعيش الكوارث والنكبات دوري الفنانين والفيلميكرز والآرتست كتير مهم وكتير فعال وبعرف أنه في كتير ناس بتقول ما لازم بس تكون الوجود والانتفاضة على السوشيال ميديا بس بعتاد أنه سوشيال ميديا عم بتكون حافز لكتير من التحركات مثل ما شفنا كمانا بارحة كانت القصص اللي عم بتصير بالشارع منطلة إذا بدك من السوشيال ميديا كيف عم إذا كنا عم نحكي عن هالفنانين يلي عندهم كتير من المتابعين طبعهم وبعدوا صوتهم مسموع وهون كمانا بدي إلي كنسين ما عم بحكي عن الفنانين الكبار مع احترامي لألون لأنه أنا كمانا من الأشخاص اللي فقدوا السقة بفنانينا لأنه كلهم كان عندهم انتماءات حزبية وبيشتغلوا بأجندة معينة وكلنا نشوف صورهم مع السياسة فيسمحونا عم بحكي عن بس خلينا أقول شي دوريس كلنا بوقت من الأوقات نغشينا ما فينا نلوم يعني ما علي خليني أقول كلنا بوقت من الأوقات نغشينا هلأ من اللوم اللي بعضه ماشي على العميانة هيدا بس بتخيل اليوم الكل واعي أو الأكترية مش يارات الكل يعني الأكترية اليوم وعيوا وعرفوا أنه بيبيعونا بقشرة بصلة إن شاء الله نسينا لكل يكون واعي كنت عم بحكي أنا لأقول أنه هلأ الفرصة والدور للجيل الجديد الجيل الشباب يعني أنا مقامنة أنه بكرة بالانتخابات رح يعمل تغير وعم بحكي عن هيدا الجيل من الفنانين والفيلميكرز والأرتست يلي عم يعملوا شغل كتير جبار على السوشل ميديا بإمكانيات كتير متواضعة خلينا نحضر هيدا الفيديو لرمي عقل هيدا المخرج الشابة يلي عم تكسر كل المحظور وبغض النظر إذا أنت بتوافق معه بالكونتنت السياسي يلي هو موجود بهيدا الفيديو يلي كتير هارش أو لا عم بتوجه رمي رسالة لرئيس الجمهورية وأنا باعتبر أنه وقت الشخص بيوجه بهيدا الرقي رسالة لفخامة الرئيس بيكون عم يكسر المحظور وعم بيقول سينتس أنا عم وجه بهيدا الطريقة الآسية رسالة لفخامة الرئيس بقدر خاطب حيالة مدير عام وحيالة مسؤول جهاز أمني وحيالة نيب وحيالة وزير خلينا نحضر أعذروني أعذروني فقد كان حلمي أن أصبح رئيسا من درمومة أغافري بس أول مرة تبنؤت وتاني مرة أن أحصلت على الحلم انتبحت أن ليس لدي جرأة رؤية الرئاسة فضعت وضاع بلد معي أعذروني فقد لم أتعلم من من جاء من قبلي فالأخطاء كررتها وضاعفتها وتفننت فيها أعذروني فقد افتكرت نفسي أعذروني أكثر أفراد العائلة فسادا فعذروني فقد سمحت له بالعطفة والأنبياء ويفسدها ويبهدلنا أمام الأجانب فعمل ثروع حسابكم أعذروني لأنه افتكرت نفسي كتاخس فكنت أهربوا في النوم فغرطتوا في النوم وغرق لبنان العظيم معه أعذروني لم أحضر ولم أتحدث ولم أخذ الإجراءات الأولوية المنطقية الإنسانية فأنا ما كنتم بأمس الحاجة إلي فجاء ماكرون بدلا عني أعذروني لأن حتى وقتا فجرت إهمالي وأهمال رفاقي في الحكم كلهم يعني كلهم والأنا مسؤول عنهم تملست من المسؤولية وقلت واني الصلاحية أعذروني فقد استهبلت ذكاءكم أعرف لكنكم لا تستهبلون أعذروني فقد أخذتكم لم أعطيكم حتى حقا لا فسمحت لرفاقي بالحكم كلهم يعني كلهم كمان ومجلس النواب أن يضربكم يقمعكم يعني في نسائكم وعندها ثبتوا نظام لا ديمقراطي التتاريخ الذي لا يشبهكم أعذروني أعذروني لأن لا أقدر أتأمن كهرباء هلأتني ولا مي ولا طباب هلأتني ولا حقيقة هلأتني وفقرتكم اقتصاديا وفللتكم ولادكم وشحطتم أتلتم يا شعب لبنان العظيم وبهذا السورة يضربنا قدام الدني كله وصاروا يتحكوا علينا أعذروني فأنا وعد ولم أفي ففشلت وأنتم اليوم تبكون وجودي وتتندمون ولا تنمون وأنا ليس لدي الصلاحية فأعذروني أحرجني البارحة صديقي في البلد الآخر حين سألني لماذا صامتة what is the conundrum أنا لست صامتة أنا صامدة طبعا الفيديو كتير كتير مؤثر كتير حقيقي كتير صوتنا جميعا لأنه جميعا خوزلنا وكلنا زعلانين وكلنا كنا متوقعين يعني غير غير فترة بعرف في كتار ما طالعين بإيده وما عم نقول الحق كله على الرئيس ولكن كنا منتوقع لما ما قادرين تعملوا شيء تطلعوا تقولوا الناس بيقى سماء مين ما عم بيخليكن تعملوا وهذا التسطر على بعض هو اللي عم بنزلنا بهالجورة بهالجورة لحد ما وصلنا لكننا خايفين منه صار يعني ما باعرفي اليوم نحن وراه نحن نصار فيه هجوم على ريمي عقل على السوشيل ميديا هذا شيء متوقع طبعا لأنه بعض ناس فيه ناس عندها انتماءات بس اللي بدي أقوله أنه ريمي بكل فيديو هو بتوجه الصرخة لأشخاص معينين يعني أوقات بتحكي مع النواب أوقات بتحكي مع الوزراء فمش ما كل ما خاطبنا رئيس الجمهورية بده يتخون عالم وبدنا حقنا عم نخاطب بكل رقي بكل كرياتيفتي من دون منمس بكرامة حدا وبعتقد مثل ما قلت إذا عم نتوجه لرئيس الجمهورية بهيك نوع فيديو يعني أكيد هو صدره رحب وبيتقبل بعتقد فأنا بس بدي أقول أنه نحن عم نكسر نعم كمان هلأ قريبا بدأت وقف الانترنت دوريس ما بعرف فينا نحط فيديو ممكن كانت بدأت تحكي عنه دوريس لتكون رجعة الكنيكشن يلا منشوف سوا دوريس فأنا نحط فيديو لتحكي عنه لتحكي عنه لتحكي عنه 100 كيلومترس فيه فيه غضب وشوب وعتمة وعرق وزعل مش همصدق مش همصدق مش همصدق شو همصير فينا حسي حسي حالي بديني البواب بسكرة بسيب البواب هدا ماكس اللي عنده حرية بس ما عنده شي ما عم بقدر ما عم بقدر فكر بشي ما عم بقدر ركز ما عم بقدر أحصر راسي بفكرة إلا فكرة واحدة بس إن إحنا عايشين بإنهيار تم سببه وحوش وحوش إحنا عايشين بإنهيار كامل سببه وحوش دوريس رجعت معنا رجعت معك قد ما عم بيكون في كهرباء موتار الآيفون عم يحمى يعني لتشوفي وان عايشين الفيديو هيدا كتير حبيتوا نسرين لأنه بيلخص حالتنا من دون ما يقول شي It's a black frame شاشة سودا بكل ما للكلمة من معنا أول شي عم ندل بسين أسود أمهتنا وأهلنا ما عم بيلحقوا يشلحوا الأسود يعني من مصيبة لمصيبة هجرة مثل ما قلت بالمقدمة ما في شي ما في دواء ما في بنزين قدنا مقاومات الحياة مش موجودة ما بعرف شو نطرنا بعد أكتر من هيك بعتقد أنه أنا بدل بأمن أنه بكرة أحلى ما بعرف قدها هذا الفلوغن واقعي بس بدنضلنا نقنع حالنا أنه بكرة أحلى على أمل نسرين أنه يقدروا هالفلمايكورز وهالجيل الجديد يقدروا يعملوا تغيير نعم بعد عنا صورة واحدة وأنا منتظرة من المخرج اللي فهدي اللي بكن له كل الاحترام والتأكدير منتظرة منه كثير الفيديوهات هو وعدنا على السوشيال ميديا وهنا بهذه الصورة بيقول أطفقت مدينة قنديلها وهي شيء كثير عم بيأثر على شغلنا نسرين أس فيلمايكورز وأس الشباب عم نجرب قد ما فينا نشتغل بروجيات مع دول برة لنقدر نجيب إنكم نجيب فراش دولرز لأنه هايدي هلا هايدي الترند إذا بدك لنقدر نضاين شوية نضاين كم سنة لقد عكل حال سورة قليفهد دوريس راحت فيرل يعني أطفقت يعني كلمتين ولكن كانت مؤسرة جدا ودايما فيديوهات ومنا هيك بتضرب على الوطر يعني فنان كتير حقيقي هالصبه وبعتقد أنه محضر لنا كمان فيديو مفروض يفش خلقه ويفش خلقنا مية بالمية بدي أقول لكل الفلمايكرز يلي عم يسمعونا بإمكانيات كثير ضئيلة ممكن نقدر نعمل فيديوز تأثر بالرأي العام بطريقة صح نقدر نسوي بالبوصل بالمكان الصح لأنه نسرين أنا بأمن كلنا بنعرف مين الفاسدين بلبنان كلنا بنعرف وين لازم نروح وعند مين لازم نعلي الصوت وبدي أقول بس إن شاء الله يا رب بالانتخابات الجاي نعكس كل هالقصص اللي عم تطعملها ونقدر نعمل تغيير بالبلد دوري السابعة شكرا لأليك كنا مباشرة على الهواء منلتقي إن شاء الله بأوقات أحسن على أمل يعني كل مرة منتمنى شكرا شكرا دوري شوفي الليلة على الجديد حلقة جديدة من البديل مع مارك دو خلينا نشوف سواه نحن مش مصيرنا نقضي عمرنا هاته من حكومة انهيار لحكومة انفجار لحكومة أزمات لحكومة حروب عنا القرار حقنا نختار وبتنا نعيش في أفكار في افتراحات وفي حلول وحتى يصيروا حقيقات بدنا نحن نختار البديل البديل مع مارك دو الليلي عشر وربع المساء عالجديد مارك صباح الخير صباح النور بد اليوم يعني قلت لك عن حلقة الليلة من البديل معقول سي في تغييرات يعني 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 عايشين لحظة بلحظة يعني أول شي تعازل عكار ولكل لبنان على المجزرة اللي صارت بحقنا كمواطنين كناس عم بيجربوا ويأمنوا حياتهم وبيندبحوا كرمالا صراحة يعني مع كل التطورات اللي عم تصير حلقتنا اليوم موضوعة هو عن من يدافع عن لبنان وصراحة لازم نزل لكلمة واللبنانيين لأنه دايما منطق الحلقة كان من يدافع عن الحدود بس بعد اللي صار بعكار وبخلدي وبجنوب ومحلات تانية وصفوف والمشاكل ورصاص ولا دعا تموت بتخوطتها بينزل رصاص عشوائي عليها اليوم عن جد صار يمكن الأمن الداخلي والأمن الزاتي من يقتل اللبنانيين والأمن الشخصي يعني أصبح اليوم نحنا عايشين بالصدفة بالضبط يعني من قلة الموت فاليوم النقاش يمكن كان مفروض يكون بحل تاني إذا كملنا بالحلقة يمكن يكون باتجاه آخر بالكامل لأنه يلي عم بيصير بالشعب اللبناني بيسوى نتوقف عنده وبيسوى نحكي عنه لأنه يلي ما قدر يدير البلد ما رح يقدر يدير الأزمة وهيدي صارت واقعة كتير جالية لكل الناس أنه نحنا من هلأ وطالع لازم ناخد الأمور بمنحة بالكامل أنا برأيي الناس ما بقى لازم لا تشوف قدامها لا صورهم ولا مراكزهم ولا بيوتهم ولا شي مفروض هولي مثل ما عم بمحونا محيهم لأنه شو رأيك بالتحركات يعني بيرح الهجوم على بيوتهم تكسير بيوتهم قليل تعتقد بلش الجد أو بلش العدلة قليل يلي ضرر 300 ألف بيت وما استقال يلي خلال وليته وعهده ودوره فشل بأنه يحمي العاصمة ويحمي أهالي عكار ويحمي ثلاثة رباع الاقتصاد والموضعين اللبنانيين على الأقل بيستقيل وبفلز بيقول أنا فشلت وهي المشاكل الكبيرة نحنا ما قدرنا نعالجها ما بيقعدوا بيتكابر على ألام شعبه وبيدعوس عليهم الزيادة مش بس بيدعوس عليهم الزيادة بيكمل مسيرة المجازر اللي عم تصير أنه معقول مبارح شغلة مثل هاي تصير بعكار وزير النفط ولا الدفاع ولا رئيس الحكومة ولا حيالله نايب من عكار ما في حدا بيقول أنا ما بقدر أتحمل هاي دي على ضميري وكمل شغلة مثل ما هو بدي الناس ترجع اتنقمين بمثلة ويطلع يقول ولا حدا حكي كله تخبر وكالتنا عن الناس أنه نحميكم ونحسنكم حياتكم ونخطط لكم وندافع عنكم هاي ما بتطلب حدا يجي يقول لهون وبس هاي كل منظومة الحكم بالبرلمان الحالي بالحكومة بالتركيبة الحالية نحنا نستقيل منها ومنفل ولا بيضل لهم ممسكين بهذه المنظومة ما حدا نيقلي عن التوازنات إذا بيفلوا كلهم ما نرجع نجدد كل الطبقة وهذا المطلوب اليوم لأنه عن جد برجع بعيدة يلي وصل البلد لهون ما ممكن يدير أزمته ما بيقدروا هولي فوق طقتهم وكل اللي عم بيعملوه اليوم هو عم بيتهربوا من كل المسئوليات لسبب واحد خايفانين من المحاسبة والمحاكمة وعارفانين إذا بيفلوا من هون لا رح يعملوا لا وزير ولا نايب ولا نطور وحدا يسلمون هالأد مسئولية ولا نطور ولا نطور اليوم أنا بيجي بيقولك في أشخاص كانوا بالحكم عملوا هايك هاي إنجازاتهم من بعد ووظفهم بشي فهول الأشخاص سجلهم أسود طبعا كرميل هيك حلقة اليوم من يدافع عن اللبنانيين من يدافع عن لبنان هيدا اللي عم نجرب نعمله لأنه صار الحس بالأمان مفقود بالكامل عند الناس وبرأي حقهم يعرفوا كيف ممكن نعمل مقاربة مختلفة كيف ممكن نستعيد اليوم مارك على سوشل ميديا كتير من الناشطين ومن اللبنانيين عم بيطالبوا المجتمع الدولي بالحماية شو رأيك بهذه القصص هلأ بعرف هي أكتريتها عفوة أو أنه هيدا الاستغاثة يعني هالب بس شو رأيك هيدا اللي ممكن يكون حل من الحلول أنه دولتنا عم تقتلنا بكل دول العالم لما يكون في إبادات ضد الشعوب ولما يكون في إفقار مفروض فرض أكيد المجتمع الدولي عنده دور لأنه مشكلة لبنان لا تختصر على لبنان ما نحنا منأثر على كل اللي حوالينا مش بس هيك كمان نحنا أكبر أكتر دولة بالعالم عنده عدد لاجئين لعدد سكان فنحنا عندنا حالات إنسانية هائلة اليوم ما بتقدر تدافع عن حالها ما بتقدر تطعم حالها غير اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والعمال الأجانب في لبنان طب نحنا في حالات إنسانية اليوم طاقت الدولة اللبنانية بهك مسؤولين غير قادرة على تأمين أبسط شروط الحياة لهون الناس فعلى أكيد تدخل دولة عبر برامج مساعدات تدخل دولة عبر عقوبات على المسؤولين تدخل دولة عبر ضغوطات على كل هذه المؤسسات اللي عم تشتغل بطبيعة الأمر بتلعب دور خاصة المؤسسات التابعة للدولة يعني اليوم نحنا عم نحكي الإنترنت كله دولة كله كله دولة من وراء أجار وهي بتأمن للكل والاتصالات نفس الشي كلها دولة والبنزين اليوم كلها ياته بيستوردوا مصر في لبنان بتمويله يعني دولة فكل شي نحنا عم نشوفه اليوم بيرجع للدولة يعني دولة ضخبة وتدخلت بكل حياتنا وهي مسكت لنا حنفية الأدوية وهي ماسكة حنفية البنزين وهي ماسكة كل شي حتى الخبز مارك اليوم فينا نقول المنظومة أو الفكرة كلها تبع الدولة اللبنانية فرطت بكل مؤسساتها بكل وزاراتها شو بعد نطرنا يعني وين الجورة يعني شو بعد نحنا وين رايحين خلص الشوفير تهور بالبوستة وبعد ما مصررين تهورنا وما نغير الشوفير بعد وقعد محلو ما في مجال لازم نشيل الناس اللي قاعدين عم يديو ما فينا نحل كل هالمشاكل بجمعية ما بتنحل هايدي المشاكل يعني على صعيد كل لبنان بدأ دولة تحلها الدولة مخطوفة هايدي الدولة في ناس خايفانين انه نكشف فسادهم الكامل يلي واضح نحسبهم على إجرامهم يلي واضح فممسكين بالقوة فيها ولسوق الحظ في بعض الناس بعدها مخشوشة او مش مخشوشة يمكن مستفيدة كمان مستفيد عم تدافع عم تدافع هؤل الأشخاص يلي هورونا لأنه يعني كل الناس بيصيروا يقولوا قدا بعد منتحمل من هلأ للانتخابات ما بقى منتحمل من أربع قابه قبله ما منتحمل لما طاروا كل المصاري خلص التحمل نحنا البعض ناطرين ما بعرف لاش اليوم هول الناس شو بتتوقع من الشعب اللبناني يعني اليوم بيرح انفجار عكار وقبله انفجار أربع قاب وبعدنا قاعدين يعني نحنا كلنا منسأل حالنا ليه بعدنا قاعدين لازم بصراحة لازم محيون بالكمل برجع بقول كل صور كل أعلام كل مكاتب كل البيوت ما لازم يبقوا بيناتنا لازم يتحملوا مسؤولية أفعالهم محاكمة شعبية اسمها مش حتى محاكمة قضائية بتاخد عشر سنين محاكمة شعبية انتوا ما قدرتوا تديروا البلد وما رح تقدروا تديروا أزمتوا انتوا مفروض منكم تفلوا هلأ فورا وحاليا فأنا مع ان الناس تروح فورا وحاليا كل واحد بيحيوا اللي بيعرف مين النواب مين الوزر عبيوتهم ما كاتبهم ليه حوالي يوم ممنوع يتحركوا بولا محل ممنوع يتحركوا بولا محل لازم نحاصرهم لا يفلوا بس بعتقد أنا اليوم يعني أنا قلت الصباح ان الجد بلش لأنه أنا بتخيل صاروا عم مرعوبين يتحركوا كلهم يعني وأنا بتخيل الأكترية اليوم فلوا من بيوتها بعد اللي صاروا مبارح ببيت ميقاتي أو ببيت الوزير المرأة يعني كلهم اليوم ما بقى مسترجي يكون ببيته ولازم أكتر لأنه صراحة ما رح نقدر نخلص مشاكلنا بلا ما الدولة تلعب دورة ما في مجال ما حدا بيقدر يعمل شي قد ما يبعطون لمساعدة بدي يبعطون على مصارف شغالة ما فينا سياسيا مارك أنا بعرف قد أنت فايد بالقصص أزمة لبنان إلى أين يعني شو بوادر الحال شو بتقولوا أنتوا كناس داخلة بالسياسة للعمق إذا ما قدرنا نغير يعني نحنا قلق وقعنا إذا ما قدرنا نغير مين بيشيلنا في أكتر من جهة فيها تشيلنا يعني أنا بس بيقولك في المختربين اللبنانيين لحالهم بعضهم بيبعطوا على لبنان 6 إلى 7 مليار دولار بالسنة مديان بس الدولة فارطة الصناعة اللبنانية بتقدر تصدر 3 إلى 4 مليار دولار بالسنة يعني نحنا بعدنا عنا هذه الإمكانية بدنا بس نظام بعد ما صرفنا آخر 14 مليار بالمصر في المركز وعننا فوق أصول بـ 20 مليار بين الدهب وإشياء تاني يعني نحنا دولة فقدت سيولتها وقفلست بالقوة بسبب سوق الإدارة فاليوم نحنا إذا عنا إدارة مختلفة بنقدر نعمل فرق كتير كبير وبعدني ما حكيت عن الـ IMF العرض علينا مصاري أموال سادر والبنك الدولي الدول العربية بس هولي ديون رح تركب علينا ما بيأثر بس إذا الاقتصاد منتج بيقدر يدفعون مش اقتصاد عم ينسرق هيدا عم بيحكي ماديا هلأ بترجع من روح سياسيا عم نحكي تنظيم بلد ايه طبعا ومنه مهمتنا مستحيلة دولتنا كتير صغيرة ومشاكلة على حجمة شوية مساعدات دولية بتحلها خاصة انه انها الأدفء كبير من تحويلات المغتربين اللي هو نعمي هيدا نفط لقلمه بس يعني الموضوع بحاجة لقرار دولة ولا قرار ما طلع انا برأيي قرار داخلي من الشعب اللبناني بيقدر بيفرد أو يضغط بيغير موازين بيفتح فرص اكبر وبيصير تأثير الدولة اقوى يعني اليوم بشوف دول تاني مثل فنزولا ولا غيرها لما ما في حالات شعبية قوية كفاية بيضل يلي مسيطر على الحكم خانق الدولة كلها بحجة مقاتلة امبريالية طبعا طبعا ما في حدا رح يحك جلدنا مثل إلا ضفرنا ونحن اليوم بهيدا الحالة مفروض يتبلش الناس تفرج انه ما بدنا اياهم كلهم ولازم نبلش فيهم واحد واحد بيوتهم مراكزهم مكاتبهم اشغالهم ما نخليلهم شي بهيدا البلد ليسلمونا البلد هن خاطفين وطالما نحن ما عم نستردوا منهم اسمهم كل المشروع هو استعادة الدولة لنقدر الدولة تأمننا حقوقنا هل قد لا اكتر ولا اقل الشباب اللي تعرضوا للخبيط مبارح وتوهيف وليام نون هل رجع اطلقوه ما رح نقدر لهم بكتير محلات مش دقيق انا ما برأيي دقيق انا برأيي بيقدروا يلحقوا عبات وبيتان ما بيقدروا يلحقوا على خمسين بات وما بيقدروا يلحقوا على أربعين مكتب تلاتين بات وأربعين مكتب وعشرين مقار ما بيلحقوا عليهم وتانيا صراحة خلينا نبلش نطلب من الجيش والقوى الأمنية مهام منطقية شوي صار بدنا يهون يوزعوا السندي وينظموا السير ويفتحوا المحطات ويحموا بيوت السياسيين وفوق هيدا يأمنوا الحدود وفوق هيدا ينظموا شو عم بيصير بالمرفق وفوق هيدا يحققوا بكل الجرائم كمان نحن لنكون كتير واضحين والجيش تعبين اليوم القوى العسكرية والجيش وكل البقيين لو ما عم بيجي هاد دعم الدولي لو ما عم بيجي غيره ما كانوا مهديين فاليوم نحن إذا عنجد في حالة مش عنجد لازم يصير في حالة شعبية تنطلق بكل الاتجاهات لأنه هيدا الحالة الشعبية هي الوحيدة يلي لا راح يرحق عليها الجيش وبتصور ما بده وفوق هيدا كله غير أنه ما بيلحق عليها وما بده هديك ما بقى عنده محل يهربوا عليه يعني لو واحد بيضيعته يكلى بنادورة ويكلى باد بنص ضيعته ويرجعوا بيضيطلعوا ويبعطوا واحد عالي النهر كرمالا يعتقل شاب صغير عبر عن رأيه وعطاله النايب أقل مما بيستاهد برأيه أنه هيدا خلينا نبلش نشوفها هيدا الحالات اللي بدها تصير إذا بطلوا يقدروا يظهروا بين الناس صار لازم نقبعهم من محلهم وممكن إذا شاب لحاله بضيعة بحسينية قدر يعملها فينا نحن نعملها مثل ما عاملها مبارح وليام والشباب بالبيوت يلي موجودة ببيروت مثل ما صار بعكار مثل ما لازم يصير اليوم بكل المحلات التانية أوكي بدي بس أقول مارك مارك أنه إيجنا توضيح من أحد الوزراء الحكومة اللي كلها مستقيلة وبحكم الاستقالة مش متاح يعملوا شي بعض الوزراء عم يتحيلوا على الاستقالة وعم يحاولوا يعملوا أي شي حتى ولو خلافا لإرادة حسان دياب هيدا توضيح وصلنا بهاللحظة ما في حدا يبرد ضميره يضلوا قاعد محلو لو يفلوا كل هول الوزراء كنا جبرناهن يعملوا حكومة يعني يطلع يقول ومش بس هيك بحكومة بنص أزمة مثل هذه لا بتجتمع ولا بتحكي ولا بتاخد قرارات ومبلغ في حكومة عم تجتمع اسمها مجلس الدفاع الأعلى بيجتمعوا برئاسة رئيس الجمهورية وبيحضر حاكم مصر في لبنان وثلاث أربع وزراء بيحضروا الاجتماع والأجهزة الأمنية وبياخدوا قرارات وبيقرروا بهذا الاجتماع بالبيان اسمها نام بارح بقول كلفنا وزير الصحة وكلفنا وزير الدفاع وكلفنا وزير الطاقة يعني ماشي حكومة وعم تصدر أوامر كمان فإذا الوزير المعني معرفان أنه في حكومة عم تشتغل فيهم وبلاهم أو إذا كان قاعد بمجلس الدفاع الأعلى معهم وعم بياخد قرارات لهم بلا في حكومة نص عسكر وفيها رياض سلامة وبيترقصها رئيس الجمهورية وعم تشتغل وعم تطلع قرارات وعم نسمعهم بتصريح علنية برأيك في حكومة هالأسبوع يمكن أحسه بالصخن بعد انفجار مبارح أنا برأيي هذا كمان نرجع وناخد نفس الناس يعني منرجع وناخد نفس الناس العملوا مشكلة على نفس المنطق اللي وصلنا على المشكلة ونرجع منعيدوه لازم نشيلو لنقدر نصلح البلد معهم ما في حل الأزمة مهن المشكلة هن بدوا يحموا المشكل اللي هن عملوه بدوا يغطوا على المحاسب اللي هن عملوه بدوا يمنعونا نعيش لأنه إذا نحن عشنا رح يكون على حسابهم صارت مصالحهم والزمرة اللي معهم والإمكانيات صارت روسهم بالنص معلي المئات اليوم إذا جينا نحن الشطنين اللي بوم بوست وضغطنا عليه بالمصرف اللي عنده إياه وضغطنا عليه بالمؤسسات اللي تاب على إله وبالجمعيات اللي بيخد من خلالها مصاري بيقعد بيوزعها وإذا دفعنا الدرائب وحسبناه على القروض المدعوم الإخداء وكل هيدا طيب هولا كلاياتهم ليه ما بديوا يدافع عنهم رح يقلنا قات فضلوا خدوهم ما كان ينسحب منهم كلاياتهم يقول أنا بطل عندي أشغال بلبنان وانسحبت بكل لبنان من كل شي عنده شركة الكرادت كاردات ياللي 50% من الشعب اللبناني كان بيستعملها عندهم مصالح حيوية بالاقتصاد اللبناني ما رح يسلمونها لا اقتصاد ولا إدارة ولا دولة ولا محاسبة هؤلاء الأشخاص وهذا بس رئيس الحكومة تخيل الوزراء البقين كان مصلحة مرتبطة بكل حزب فاليوم ما في مجال اليوم فيه لازم يتمحوا يتمحوا يحملوا حاله ويفلوا بالطيارات لنعمل يعني يا طيارة يا حبس مخاد لبنان مارك قد بده وقت ما حدا بيعرف هاي دايما على إرادة شعبه وعلى قدرتنا نحن بإننا نعمل حالة حائية وتقدر تتقدم بالحلول اللي عم تطرحها بالبلد والحلول موجودة وهي فكرة كانت برنامج البديلة من الأساس يلي عم بيقدم حلول جدا في ناس عندها كفاءات كتير محلات بس مش مستقديني قدم الطاعة لحزب ليجي الحزب يقول لهم هاي دي تنشولنا عليها وهي مرئولنا ياها ومرئولنا هيدا العقد هو اللي كانوا يعملوا الدراسات الدراسات اللي شفناها بخلال 12 حلقة من برنامج البديل عن كل القطاعات بتهبل يعني مش معقول انه كل شي مدروس وكل شي محطوط أرقام الناس محضرة شغلة عليها والناس عارفانين شو لازم تعمل بس ما في حدا برد عليهم والأهضم من هيك انه الموظفين الوزارة بيشتغلوا معهم وبيحضروها والموظفين بيكون بدهم يعملوا شي يعني مدير عام بتروح هونيكي قبل ما تنط تصير عند الوزير والمدير العام بدي يخبر حزبه قبل ما يفرجيها للوزير كرميل لا يفوضوه للوزير دغري يعني اليوم عن جد مشكلتنا هي مين عم بسوق الدولة بلا دولة ما في حل بدنا الدولة بلا نستعيد الدولة كيف نستعيد الدولة منشيل الخطفة مين الخطفين هاي هون معروفين صوارهم بالطرقات وأعلامهم بالطرقات ومركزهم ومكاتبهم وبيوتهم إذا هول الأشخاص بس نحن عم نقرأ عم نقدر على الأشخاص الصغيرة يعني على شوية نواب هذا الروس الكبيرة هي يعني اذا بدك رأس الحربة هي اللي ما رح نقدر نصلى غير بقرار دولة أو غير ما بعرف بشو الأخطابوت فيك تقطشيله إيدي وراسه ببطل يشتغل فأنا برأيي هيك لازم نعمل حب بتشبيهات كلهم عندهم إيدان ممدودة نكسر الإيدان ما في حدا ما في مواطن صغير برأيهم إنه هيدا ما بيعمل شي طالما هيدا عم بيضع قوتوا للزعيم من وين ما قوتوا من هول مش قوتوا إنه هو شخص خارق وعنده علاقات وعنده أموال وبيحرك الدنيا كله لا هو قوتوا بولاء بعض الأشخاص لإله إذا هول الأشخاص انضغط عليهم مسؤول الحزب بالمنطقة إذا انضغط علي الحزب بالمنطقة بيفرد بعد اللي عم بيصير مارك يعني كل مرة بيسألك هذا السؤال قدي في توقعات إيجابية للانتخابات النبي الجاية صراحة بعد اللي صار بعكار صارت مبينة كتير بعيدة الانتخابات بعد 8 شهر كتير كتير بعيدة ما رح تصير لا ما قصت ما قصت تصير ولا ما تصير بس إنه بارح ما كان معنا علم شو بيصير وشفنا مش زرع يعني من هلأ لـ 8 شهر ما بعرف إذا لازم نكون بس نطرين انتخابات أبدا أنا مني نطر انتخابات بتاتا نصرت بس وضح لي عدتك شو قصدك يعني ممكن يخربتوا أو تصير انتخابات لأنه خالفين يخسروا ياللي بدي يربح انتخابات وياللي بدي يشتغل انتخابات وياللي بدي نفس انتخابات معروف فيهن وفيه اللي ضدهم هاي محلولة اللي ضدهم إن شاء الله بيتجمعوا وبيعملوا لايحة وحدة وبينزلوا ضده ديكي وبيربحوا قد ما فيهم يربحوا بس قبل هيدا فيه مثل ما قلت نشيل هول الناس المعركة بتنربح قبل ما تبلش نهار الانتخابات هو نهار إياس المعركة بس بس المعركة بتنعمل قبل المواجهة بتنعمل قبل بلشت برأيك بلشت ما قدرنا نمنع ميئتي والباقيين وكل ياتهم يتحركوا بحرية بطرابلوس ما بتربح ترابلوس وهيدا لازم يصير معهم كلهم ما لازم يقدروا يتحركوا هن بين الناس ويرفعوا راسهم لازم يضلهم عن جد تحت الأرض تحت الأرض وبياخدوا سيارات مفيامة وبلا موكب ويمروا من محل ل محل وكل وقت معهم سلاح وخيفين يحالهم وعولادهم وعلى عيالهم وعلى مؤسساتهم وعلى أشغالهم لازم نلغيهم من هون لأنه هاي دي امتداد قوتهم لازم نلغيهم من هون ما رح يخلونا نعيش رح نكمل بسلسلة الجرائم فمن هلأ للانتخابات ولا رح يستغيلوا برأيك ولا رح يفل في حسم للنتيجة قبل ما نوصل للسندوق المواجهة اليوم مش بكرة بالسندوق بس من إيسا بتتوقع حدا منهم يفل قبل الانتخابات ايه بتوقع فيه منهم رح يحسبوها ورح يشوفوا أنه ممكن ما يربحوا بالانتخابات خسرانين خسرانين خاصة بالنواب وبغيرهم ومعروف يعني الاستفتاءات عم تنعمل هني عم بيعملوا ونحن عم نعمل قدمة هلأ شركات الإحصاء عم بتلفن للناس ايه في ناس شايفة حالة خسرانة على الآخر أصلا مصرياتها راحت بلبنان إذا عندهم شوية أشغال برة بيفلوا فيه نواب منتخبين مثل ديمة جمالي وغيرهم زدتوا البلد مثل ما هو بنص أزمتوا راحوا أمنوا حياتهم وبعدهم نواب وفيه غيرهم كمان عندهم شركات ومؤسسات وغيرهم ناطرين هنا إذا ما طلعت نايم بدي فلد يعني شو بده يبقى يعمل بلبنان يستمتع بالحياة بلبنان أخذين ولادهم أولادهم على أكيد صاروا برة ثلاثة ربعون ثلاثة ربعون أولادهم صاروا برة أكيد يعني مع العيال مع المدارس مع الأشغال مع إلى آخره اليوم يلي عنده الإمكانية يحمل حاله فل بسرعة يعني بسرعة البرأ كمان فأنا برأيي عجلة المطارات عجلة المطارات مارك مخيفة يعني عجلة المطارات شوفي طلبات حدا يقدم طلب هلأ عفيزة بشي محل عم بيخبروني كندا أو شي سبعة تشهر أمو أبو عم بهاجر طب قبل ما تهاجروا عملوا المشكلة إذا بتريدوا على القليل خزقوا صورة سعدونا فوتوا على مقر عام كسروا صورة سعدونا كسروا خللوا مقر الحزب اللي حد البيت عنكون خزقوا له كم علم جمعوا عشرة خمسة عشر واحد خزقوا له علم شو بديوا يعمل بنص الضائع بديوا لأولاد عم مع بعض بيشيلوا الصورة وبيحلوا المشكلة بتلوم اللي عم بفله يعني عم بيستسلم أكيد لا ما فيك هؤل بشر وحقهم بالحياة إذا بلدهم عم بيرتكب جريمة بحقهم ما فينقلهم عدوا وتعذبهم الوطن هو مقومات حياة منه حجر صحيح مارك رح نتابعك الليلة إذن بحلقة البديل موفق بكل شي شكرا نشوفك أنا أكيد الأسبوع المقبل رح نتابع صباح اليوم مباشرة عن الأرض والزميلة شانطال من الدورة من أمام محطة للمحروقات لنشوف الطبور يلي ببلش ما بيعرف يخلص شانطال صباح الخير نسرين أنا موجودة بأحدى المحطات بالدورة والمشهد مثل العادي هو زيته نحن بس وصلنا كانت أغلبية العالم حتى صف سياراتها ومنا موجودة فيها أو عالم أغلبيةها نينة يعني هل أدقلهم وقت ناطرين على المحطة ومتل ما عرفنا بس المحطة عم بتعبي بقيمة خمسين ألف يعني ما بعرف أداش معقولة هديهم هالقيمة وإنهم هن من الأربعة ومصف السباح وأشخاص إلى من ثلاثين ومصف السباح موجود يا أغلبية أدقلك ناطر هون بس طاف كي ساعتين بس طاف يعني يعني عقلبية العالم بس طاف كمان من أكبر هادي هادي تعوضنا بس طاف كلمتين بكرة هيدا الشعب جاحش حمار حيوان مثل كلاب كيف هيدا صرف البنزين مثل كلاب بيصفوا وراء سياسيين يروحوا بينتقبوا مثل كلاب بس هيدا الشعب أخو الشرموطة شعب بس إذا بتريد بس ما بدي أخي عن سياسيين بس ما بدي أخي عن سياسيين بس ما بدي أخي عن الشعب هيدا الشعب حمار بس يعني مثل ما عم تشوف نزرين العالم كتير معصبة لأنه أغلبية صار لفترات طويلة ناطرة يعني من بعد ما كنا عم نشوف أنه العالم تنطر ساعتين اليوم العالم صار لفتنتين ونص السبح وثلاث السبح الأشخاص اللي حكينا معهم بالصف صار لأوقات كتير طويلة ناطرة وأصحاب المحطة محطة بيعفوا إيا ساعة كان رح يوصل للبنزين يعني هلأ نحنا ساقة بي بس لانا على الهوا معكم وصل للبنزين صباح الكير يعني كتير عافية عافية أدي كنقلك ناطرة بالصف من زمان أدي شيء من الخمسة من الخمسة الصباح من الخمسة الصباح وانت هلأ رح تعبي بقيمة خمسين ألف أدي بدأ تهديك بعد نقلتين نقلتين تعمل معاي نعم تعمل معاي نقلتين نقلتين بس وبترجع توقف تنطر اليوم آخر الليل تترجعك أعبي بكرة الصبح هو لكن نسرين مثل ما عم بتشوفي الأشخاص ناطرة بهيدا الصف بس كرميلت عبي أقل من تنك البنزين إليت خمسين ألف ليرة تعمل فيها نقلتين علما أنه في ناس شغلتها أنه التاكسيات وشغلتها أنه تنقل العالم وهي بلقمة عيشة مفهود بالقليل يكون عدن الأولوية لأنه هيدا النقطرة بتخففهم من ساعات النهار اللي بيقدروا يطلعوا فيها لقمة عيشة هيدا هو الوضع هون مثل ما عم بتشوفي وعودة لقلي شكرا شكرا شانطال يعني هيدا حال كل محطات الوقود في لبنان الناس وقفة بالطوابير ما بعف لي ما بتصفوا سياراتكم وما بتروحوا على شغلكم يعني أنا بلاقي أنه هيدا الحل اليوم لأنه كله مخبى وكله بالمداهمات اللي صارت بيّنوا أنه مخبيين وكله عم بيماطل ناطرين رفع الدعم كليا وتطلع تنكة البنزين لـ 300 و 400 لأنه التجار طلعوا أفسد من السياسيين خلينا نتابع مباشرة عن الأرض وزميلة مريات يونس موجودة بمستشفة الجايتاوي حتى نتطمن على الجرحة يلي أصيبوا مبارح بانفجار عكار مريات سباح الخير إلك نسرين سباح الخير لكل مشاهدي تليفزيون الجديد مثل ما كنا مبارح معهم بنهار طويل اليوم أيضا رح نتابع هذا النهار من بعد المجزرة من بعد الزلزال من بعد الانفجار يلي حصل بمنطقة لتليل بعكار وانتي بتعرفي نسرين أنه أغلبية المرضى أو الجرحة الذين أصيبوا بهذا الانفجار تحولوا إما إلى مستشفيات الشمال وإما إلى مستشفى لجعي تاوي ببيروت هذا المستشفى اللي عنده قصم متخصص لمعالجة الحروق من كتير زمان هذا المستشفى اللي استقبل كل المصابين مبارحة ورفض أنه يتخلى عن أي مصاب واللي تكفل به أنه يتحمل كل التكلفة والأعباء بالإضافة لمشاركة طبعا وزارة الصحية اللي قالت أنه هي على نفقتها الخاصة ستعالج المرضى ولكن هناك مشكلة نسرين أنت بتعرفي أنه اليوم الحروق لا تعالج بيوم ويومين يعني كل المصابين اليوم الموجودين بالمستشفى عندهم مشوار كتير طويل ولما نحكي عن مستشفى خاص عم يستقبل هذه الحالات من البرضة عم نحكي عن رحلة شاقة ورحلة بتطلب بالإضافة إلى مستلزمات طبية خاصة لمعالجة الحروق تكلفة جدا عالية إلى مية بالمية إلى جانبي معي سور هادية رئيسة مستشفى الجعي تاوي اللي هي من أول المؤسسين لهيدا القسم قسم الحروق صباح الخير لك ما سور صباح النور مريد يعني بعرف قدات عبته من مبارح أنت قليك يمكن 24 ساعة وقفة على إجريك عم تهتم بكل المرضى وبكل المصابين يلي تحولوا لعندي اليوم عم بتقليلي أنه العدد وصل لحد نحن هلأ عنا 13 محروق من حادثة عكار المؤسس في مبارح وعنا 9 مرضى محروقين اللي جاء بالمستشفى كانوا عنا يعني عنا العدد الإجمالي للمحروقين يلي هلأ عم نهتم فيه إنه 21 مريض وهذا العدد كتير كبير لمؤسسة خاصة تقدر لي تهتم فيهم لأنه إقامتهم طويلة لأنه تكلفة علاجهم هي كمان مكلفة لأنه بيستلزموا بحاجة لكتير مستلزمات طبية لأدوية لعلاجاتهم كمان بتأخذ كتير وقت وأنا من الأشخاص يلي ما بحبك أبدا نقصر بخدمتنا تجاه المحروقين يلي هني عندهم سئة وإجول عنا على مستشفينا أنا بدي أقول أنه نحن عن جد بحاجة لدعم كمؤسسة خاصة تحتى نخدم هالمحروقين يلي حتى ما حدا عم بيهتم فيهم أبدا كقسم للمحروقين بس مستشفى جيتيب عنده هذا القسم المتخصص ونحن أكيد إيمانا برسالة إنسانية نحن تركنا هذا القسم المتخصص مفتوحا ومن كل قلبنا وضميرنا عم نخدم بس بدي عن جد مساعدة كرملها الكلف البعضة للعلاجات بسبب الإقامة الطويلة وبسبب الكلفة خلينا نوضح شغلي سرهاد يا مبارح حضرتك عبر الجديد كمان أطلقت صرخة أنه أنت بحاجة لمستلزمات طبية ومشكورة سيدة سلمعاس لبت ولكن خلينا نوضح ونقول أنه المستلزمات الطبية الموجودة للحروق في لبنان هي كتير وكتير قليلة وبالتالي ما في كمية كبيرة تكفي الأيام يلي جاية يلي هي ممكن طول لشهر وشهرين وثلاثة صحيح مضبوط يلي نحن برح تأمنه لأنه بيكفونا لفترة كتير كتير أصيرة خاصة كل ما حروق بحاجة لكمية كتير كبيرة تقدري تغيروله على كل حروقات وخاصة الحروق يلي إجد كلها حروق بليغة كتير مش شوي من هيك أنا بدي مساعدة لأن أقل واحد رح يقعد عندك شهر ونص لأربعين يوم عنا وبحاجة لنفس العناية المركزة لنفس الكمية الأساسية اللي هي للجروحات المواد من هيك هيدا الكلفة مش قصة أنه أنا دغري أول يوم اهتمت فيه أنه بفلوا لأ سرهاديا بدأ إليك شي نحنا مبير حاكمنا بالمؤتمر الصحفي اللي عقده وزير الصحة حمد حسان وكان آيل أنه في مساعدات رح تجي من الكويت من الأردن من مختلف الدول العربية المجاورة فيما لو سرهاديا عملنا ليستا نحنا ووديناها لوزارة الصحة ووديناها لبعض شركة الأدوية الخاصة هل ممكن هيدا الشي ساعد أنه بتأمل بس بعد تجربة أربع آية بأسف قال لك أنه لا ما رح تكون كافية لأنه كان عم بيوصلنا كميات كتير قليلة وما حدا بيقدره بيعرف شو معناتها محروقين إلا هو يلي عنده الصنطر بيعرف قديش عن جد بحاجة لمستلزمات إن شاء الله نكون عم نتساعد يعني بتأمل كل هالوعود اللي وعدنا فيها على الهوى تتنفذ على الأرض ويعطينا الكمية الكافية مش إنه يعطينا كمية صغيرة ويقولوا نحنا ساعدنا معلش أنا بدي زيد عليك سرهادي وبدي وجهني دي لوزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال معالي الوزير حمد حسن يلي مبارح كنت موجودة معك أنا بالوزارة وكنت تحكيتنا عن الدعم وعن المساعدات اللي رح تتقدم لكل الأشخاص اللي أصيبوا بحروق جراء انفجار اللي تليل بعكار مستشفى اللي جعي تاوي بين إيداء كتير مهم وخطير حتى تقدر تكفي وتساهم وتعالج كل المصابين هي بحاجة لمساعدتكم لمساعدة وزارة الصحة إنكم توقفوا حدا أيضا بليز الشركات الخاصة اللي هي بتجيب الأدوية من بره نترجى ونتأمل إنه كمان توقفوا إلى جانب هيد المستشفى هل ممكن المساعدات المادية سرهادية كمان يكون إلى دور بهالوقت أكيد هي المساعدات المادية إلى دوري الكبير لأنه أنا كمان بدفع دوري مباشرة حق الألبين حق الأنطيبيوتيك حق الأمصال يعني إذا رح يجيكي بعدين أنت مجبورة تشتري لأن المشوار كتير طويل حق المساكنات حقها كمان التغذية لأنه هنا بتغذية لخاصة وغالية كتير إبربروتيديك المحروقين بحاجة لقلها حتى هدا بيساعدهم تحروقهم دغري بسرعة تختم وهيكي هودة بدي أدفع حقهم مشواري كتير طويل شهرين قداش بدي جيني مساعدات أنا بدي أقدر كمان هودة أمنهم ونحن هيدا القسم اللي متخصص للحروق حقيقة نحن عمنات النتيج كنا كتير حلوة مقارنة مع أقسام حروق موجودة بأوروبا ونحن كمان نشارك بمؤتمراتها ونحن عمنا كمان مع هيدا الأقسام خاصة بليون ومن هيكي بحب أنه نحن أبدا ندلع محافظين على نفس الكاليتيل لأنه الكاليتيل الطبية يلي عم تتقدم من عناية طبية أو من خدمة تمريد عمنا كتير مستويها عالية لأننا بس بنقصنا شغلة واحدة هي المادة تقدر أنا أن أمنها المستلزمات خاصة هلأ نحن نقطع بوضع مسار أنا إذا سألت اليوم قدي بيكلف نهار كل شخص مصاب بقسم الحروق رح أترك الكلفة لدكتور ياريد يجي يحكي كمان عن هذا الموضوع كلفة المحروق بنهار هي 800 دولار عم نحكي فراش يعني فيكن تتخيلوا اليوم مع هالإنهيار دكتور ياريد كمان في ساعدنا ويخبرنا عن المصابين ووضعهم اليوم سباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك أنا رح ضم صوت لصوتكم وأطلب من كل الأشخاص اللي بيقدروا عن جد يقدموا أي مساعدة مالية لمستشفى الجعتاوي اليوم كل المستشفيات عم تنزف وعم بتعاني هي مش مشكلة حروق وبس وخلصت هي المشكلة إنه نحنا بوضع استشفائي جدا صعب خلونا نبقى دايما بالطليعة لبنان يلي نعرف في مراكزه الاستشفائية اللي كان مقصود من كل أنحاء العالم ما بدنا أنه يتراجع لورا ما بدنا أنه أي أزمة تهزه ونحنا مع الأسف بأزمة جدا صعبة ولكن رح نضلنا واقفين على إجرينا رح نضلنا متفقلين رح ضلنا متأملين بعرف أنه في كتير ناس عم يحضروا في كتير ناس ما بيقبلوا أنه يصير يلي عم بيصير اليوم دكتور يارد يعطيك ألف عافية بداية يعني كانت عم بتقول سورهادية أنه التكلفة 800 دولار فريش لكل مصاب نعم نحنا هايدي 800 دولار التكلفة من ضمن أطعاب الأطباء من ضمن فحوصات الدم من ضمن العمليات الجراحية اللي بيحتاجها تعرف أنت المحروق بس يكون درجة تانية وثالثة بيقعد بالقليل شهرين بالمستشفى وبحاجة لكتير عناية لكتير أدوية لكتير غزة لكتير أنتيبيوتيك وسيروم وفحوصات دم يعني بينعمل أوقات أربع خمس مرات بنهار فحص دم بينعملوا صور بينعملوا عمليات زرع جلد يعني القصة طويلة وبعدين بس يخلص من هاي شهرين بيضل بده عمليات تجميلية هلا الكلافية ليش اليوم هلا اليوم نحنا 800 دولار فريش من أولى إنه كتير قبل كانت مليون وميتان ألف يعني التسعيرها هيدا هي هي زيتا اليوم مثلا إذا بتاخدي فلاكون ألبمين بيعتازه ثلاثة فلاكون بنهار فلاكون الألبمين حقه بـ 30 دولار ثلاثة فلاكون هوا دي حقه 900 دولار تب لما تقول وزارة الصحة أنه أنا بتكفلوا على نفقة الخاصة عالج هيدا المرضى يعني يعني عن شو عم نحكي بس نوضح هرشي للناس عم نحكي عن مليون ليرة بنهار مليون ليرة بنهار هيدا بتدفعها وزارة الصحة خمسين دولار خمسين دولار يعني وينك الخمسين دولار وين 800 دولار فيه فرق 750 دولار يعني أكيد بعرف أنه إمكانيات الدولة اليوم محدودة وهيدا بس كمان وزارة الصحة هيدا هيدا اللي فيها تدفعه أنه بس وأنا بعرف أنه حضرتكم كأطبة وكرئيسة مستشفى ولا ممكن تتخلوا عن مريض وتكبوه أمام البيب لأنه مش قادرين إن كنت على الجو رح أعطيك مثل نحنا إجينا من شهرين مريض مصري جيبوه لموا الدفاع المدنيين وجيبوه وكان معه أصحابه إجا عام الفالج وطالع ضغطه وعمره 35 سنة علجنا صلوا شهرين عنا هون اتصلنا بالسفارة المصرية ما ردت علينا ولا عملة أيها هيدا عم نترجى السفارة المصرية تيجي تأخذوا ولا المريض ما بد وزارة الصحة ما فيها تعمل شي يعني تقلق يعني كيف وضع نحنا صلى شهرين عم نعالجه عم نعمله صور عم نهتم في بس طبعا يعني بتعرفي البلد اليوم البلد وضعه يعني خلينا نأكد دكتور معك ومعصر هادية إنه اليوم مثل ما قلت وبرجع بأكد على هيدا الموضوع اليوم الوضع الاستشفائي بلبنان جدا صعب ما منقدر نتخلى عن المرضى ما منقدر نخلى المرضى تموت أمام أبواب المستشفيات لأنه منا قادرة تدفع ومنا قادرة تتحمل هالتكلفة العالية لأنه صرنا عم نحكي عن ملايين الليرات بالعملة اللبنانية يلي أصلا كتير إلي يلي هي معي شيطون بتتخطى الخمسة أو سبعة مليون يلي حتى هي ما بتقدر تعمل ولا أي شي بهالوضع الصعب أنا بعد بحبة واجه شكر خاص للطائم الطبي يلي موجود بمستشفى جايتوي لأنه عن جادي كتير بتفانى بكل أزمة بحسسنا قديش عنده انتماء لها المؤسسة وقدي عنده حس في الوطنية بيجي دغري بيجي ما بارف كي بي أمان بنزين وبيصلوا لعنة حتى يهتموا بالجرحة والمرضى يلي بيصلوا على المستشفى حتى الجسم التمريدي اتفاجأت فيون مبارح وقت اللي نزلت أنا على الطوارئ وفجأة لقيتهم كلهم قبل ما أطرح الصوت الله يرضى عليكم تعهوا بسرعة لأنه بحاجة لأكبر عدد من المرضات حتى نقدر كمان نخلي طوابع تنأمن طابع للمحروقين للي وضعوا المستقر مش بحاجة العينية اتفاجأت أنه كان كل الطائم التمريدي موجود بالمستشفى أنا بجهل وتحية وهني عن جد أبطال هني وأطبانة أبطال وبشكرهم باسمي باسم دكتور يارد والله يقوينوا أنا مش مستعدي باسمي وباسم دكتور يارد نستغني عن ولا واحد منهم والله يصلح الودع بالبلد تما بقى يسفي عنا هجرة لا من الأطباء ولا من المرضات والممرضين الله يسمع منك لأنه هيدا كمان أزمة تانية يعني عن أي أزمة وأزمة بدنا نحكي أكيد نحن هيدا الأزمة حسينا فيها هلأ يعني مبارح أطلقنا نداء عبر نقابة الممرضين الممرضات أنه مين قادر يساعدنا لأنه نحن كمان عم نخسر من المستشفى واللي عم نخسرهم عناصر جيدة والباقيين عناصر جيدين كمان بس بدنا متل ما قالت السؤال هادية نوقف هالنزيف هيدا وأنا يعني إن شاء الله يصير في حكومي سريعا تيتصلح الوضع الاقتصادي لحتى يصير فيه نوع من الاستقرار بالقطاع المالي والاقتصادي هالعالم اللي ناوي تبقى هون تضل هون حاجة كل يوم نودع حدا على كل حال أنا بقي معكم طيلة نهار تنتمن عن المرضى تنشوف شو وضعهم ونقدر نحكي كمان مع بعض الأطبائي اللي عالجوا طيلة هال 24 ساعة المرادة الموجودين عندكم أنا بدي أرجع ذكروا عيد أنه نتمنى من كل الأشخاص يلي قادرين أنه يكونوا ويوقفوا إلى جانب مستشفى الجعتاوي مش بس يمكن مستشفى الجعتاوي اليوم هون ضروري قصوى لأنه في قسم للحروق لأنه المصابين موجودين هون وإنما أيضا لبنان اليوم تعاني من هيدا النزيف تعاني من قلة الأطباء من قلة الممردين من قلة الموارد المالية يلي بتخليها توقف على أجرية نهيك عن أزمة البنزين والمزوت وووا يعني حدث ولا حرج عن كل الأزمات التي تعصف بهيدا البلد ويلي هي أصابت هذه المستشفى كما غير قطاعات إذن نتمنى أنه نكون قدرنا وصلنا الصوت نتمنى أنه كل الناس تقدر توقف وتساعد ونلاقي أحدنا سواء ماديا أو حتى من خلال تلبية طلبات مستشفى الجعتوي بكل الأمور اللي هي عايزتها حتى توقف إلى جانب المرضى نحن بنرجع لعنديك نسرين على برنامج صباح اليوم استوديوهات الجديد ومتابعين معكم طيلة النهار لنخبركم أول بأول شو عم بيصير إن كان بالمستشفى أو حتى على الطرقات شكرا مريات من المستشفى الجعتوي أكيد رح يكون إلنا عودة لأليك بها اللحظات رح يكون معي مدير عام شركة ماتكو ورئيس السابق لتجمع شركات المستوردة للنفط الأستاذ مارون شمس لنحكي شوي عن وضع الكارثة اللي عم بيعيشوا اللبناني اليوم بالطوبير أمام محطات البنزين صباح الخير أستاذ مارون صباح النور وتعازي كل تعازي لكل الأهالي عكار وكل هالكارثة هالفاجعة نعم يعني كأنه لبنان ما بيكفي مأساة نعم أستاذ مارون بعرف عندك كتير أشياء تقول ولكن خلينا أنا أحكي هيك صوت الناس بالأول أدي رح أقوله من الآخر للسؤال أدي أنتو محطات البنزين مشاركين بلك بالجريمة اللي عم يعيشها اللبناني يعني أدي بيّن في محطة بنزين مخبية المخزون طبعا بانتظار رفع الدعم كليا أدي في تجار بلك طلعوا أسوأ من السياسيين أوكي خلنا نكون صريحين نعم خلنا نجزئ الموضوع لعدة أقصام أول أقصام هو الاستيراد شركات الاستيراد لأنه كمان نحن تهمنا أنه نحن مخزين بضعه شركات الاستيراد هذا اللي بيّن أكيد لأنه وهالأرقام هيدولي كل يوم نحن منقدمها لوزر التطاقة لمديرة الجامريك لأنه نحن ستنا بمنطقة حرة يعني المستوضعات تبع كل الشركات هي بمنطقة حرة مثل مرفق بيروت مثل مرفق ترابلوس نحن من جامريك ضعها بس نطلعها هيدا الباعة كل الشركات دفعتها بالدولار بفراش إذا بدك وهي ما فيها تبيعة إلا ما تاخد أمر من من وزر التطاقة التسعيرة ومن مصرف لبنان بكيفية تسديدة لأنه بالنتيجة مثل ما حضرتك تعرفي في حدا نعم بيدعم هذه الضاعة كان مصرف لبنان الباعي اللي حق 12 دولار التنكي المواطن بيدفع تلاتة مصرف لبنان بيدفع الفرق نعم بقى تلاتة الماضي مصرف لبنان مثل ما الكل بيعرف بلغ الكل أنه رح يرفع هذا رح يشيل الدعم على المادة والجمارك أخدوا أو بلغوا الكميات الموجودة بالخزانات لكل الشركات ومصرف لبنان قالنا ما فيكم تتصرفوا بهذه البضاعة إلا ما تجيبوا 8 دولار على سوق الموازية بقى نحنا توجهنا الوزارة نالهم شو الموضوع قال لا نحنا التسعيرها ما تغيرت عنا ما في اتفاق مع مصرف لبنان هون نحنا ما قدرنا نسلم بضاعة لأنه ما فيك انتش بضاعة 12 دولار وتبيعيها ب3 دولار من هون خلقت الأزمة هذه الأزمة يلي نهار السبت لقوا حل مؤقت قالوا المخزون إيه بي المصرف لبنان أنه المخزون ينحسب على 3900 فإذن شركات ما كان مخبية أو مخزنة بضاعة بطريقة غير أنونية الشركات كل عمرها هيدول مستوضاعات هيدول المستوضاعات معروف شو الكمية اللي موجود فيها ومعروف تماما شو تمنى هذا الموضوع نحل نهار السبت بقرار بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة مصرف لبنان قال أوكي أنا مستعد وطلع بيان أنه أنا مستعد بإدفع ما تبقى من المخزون على 3900 وفورا نحن وقت ما طلع وقت ما طلع هذا الموضوع فورا نحن سلمنا بلاشرن باشير وبتسليم البضائع السبت والأحد واليوم التنين بقى هون لازم كل يكون على بيانة شو حقيقة الواضع هلأ بما يخص المحطات والتجهر المشكلة يا ستنا أنه نحن وأنا شخصيا يعني مع عدة أسابيع طلبت عدة مرات أنه يكون فيه ملاحقة وتسكير كل محطة على ستة شهر يلي بيبين أنه فيها مخزون بضاعة وهي ما بتسليم لأنه إذا ما كان فيه إذا ما دورد من يد من حديد ولا ممكن أنه يكون فيه استقرار بهذا الموضوع يعني كان مفروض وهذا اللي شفناه نهار السبت ونهار الأحد نزل الجيش على الأرض وتأكد من كل الكميات وجبر عدة محطات أنه تفتح والمحطات كان إلى فترة مسكرة من هون بتبين أنه فيه مخزون أكيد ما حدا ما حدا بتسهل بهذا الموضوع وما حدا بيقبل أنه يكون فيه أي نوع من الاحتكار أو أي نوع من تعدي على المواطن بس بنفس الوقت لازم كمان نعرف شغلة أنه مش كل العالم ما بنحب كل العالم بنفس الطريقة في كتير ناس سلمي تبضع وظل تسلمي وفي كتير ناس عما تتعب كتير يعني من الساعة 8 للساعة 5 للساعة 6 حتى تسكر ولكن كمان المواطنين وأنا هون طرابت من يومين أنه يكون فيه يعني يكون فيه نوع من طريقة التتعاطي بالمحطة لأنه عم نشكل خطر يعني بس يكون كل العالم تهجم الموتوسيكلات والعالم والسيارات ويكون فيه اكتزاز بهذه المحطة هذا بشكل كتير خطر برهان لزيلك شفنا بيعطار شوية اليسار يعني نحنا عم نشتغل بمواد ملتهبة نعم وأي شي يلي بيشكل خطر لازم نحنا نبعد عنه يعني بيكون الخطر على الأشخاص اللي بيقلب المحطة والجوار والأشخاص اللي بيعملوا بالمحطة بقى ما لازم يعني لازم نكون فيه نعم المواطنية لازم نحنا نتأكد انه كلبنانية ما لازم يعني نجن ونركض على المحطة ونفوت ببعضنا وهي بس أستاذ مارون ما فينا نقول اللوم اللبنان اليوم نحنا مش حسين بأمان نحنا اليوم عم بعلمونا يا رب نفسي بس تأزمط يعني كمان ما فينا اللوم تعبية البنزين يعني خمسين ألف أو سبعين ألف مازال فيه مخزون ليه ما عم نفول لهالناس فرد مرة ولما نخلص نخلص ومننتظر التسعير للجيوم ما في محطة اليوم عم بتسلم أقل من مية أو مية وخمسين ألف بس بديك تعرفي كمان شغلة إنه ليش عم نعطي أو ليش بعض المحطات عم تعطي في محطات عم تفوّل في محطات عم تعطي أقل لعدة أسباب أول سبب إنه تحتى تفتح مجال المكسيموم للعالم يعني كمان نعطر بالصف لأنه بس يصال شخص دوره وإذا قالوا له ما بقى في بداعة كمان بيصير فيه مشكل طويل عريبة نعم صح في بعض الأشخاص عم بيعملوا نوع من الترشيد يعني الحطات عم تعمل نوع من الترشيد للمخزون اللي عنده وعم بيعنوا مانجمنت يعني للمخزون بطريقة إنه يصال لأكتر عدد من الأشخاص بقى بس كمان عم بتشوفي من ناحية تانية إنه في كتير ناس بيعبوا بنزين وبيمشوا شوي وبيرجعوا وبيرجعوا على نفس الصف حتى يخضوا بنزين ويرجعوا ويحطوا بالجلونات وهذا الشي يلي كتير خطير عم نشوف نحنا بالسيارات بتفتح الصندوق السيارة بتشوفي جلونات مع باية وموجودة بالسيارة وهذا عادة مرات شفناها وعلى فترات طويلة شفناها نعم نعم يمكن المواطن خيفين من لحظة رفع الدعم إمتى نممكن رفع الدعم هاليومين أنا بفهم أنا بفهم أن المواطن يكون خايفين بس بيكون خايفين وبيعرض حاله للخطر وبيشكل خطر لإله للعالم يلي معه بالسيارة أو للجوار يعني سقفة شو سقفة صفه سيارات تكونوا خلصت يعني هيدا شو سقفة ما ننزل على الشغل ماكلة خربانة يعني بس ما نعرض حياتنا للخطر جلونات ما نعرض جلونات مي جلونات بنزين صحيح صحيح لأنه هذا الجلون بيمتص البنزين وبي مانه عازل يعني بيتفاعل البلاستيك بيتفاعل مع البنزين بتحلل وبتصير كأنه أنت ماسك بنزين بدون 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 واقع يعني بدون بدون جلون بدون شي بدون كفر بدون كفر بدون شي والبنزين بيتبخر يعني لو أنت بتفكر أنه أنت عندك جلون بنزين بس حول الجلون كل هذا منطقة فيها بخار بخار بنزين وأي أقل نار أو هيت أو يعني شرارة فيه يولع هذا البنزين وبيع بيشكل كارثة وأنا أكيد بيقولك شغلي أنه بعكار الله يرحم الأشخاص يلي توفوا الأرض يلي كان يلي كانوا وقفين عليها هاي كلها الأرض كلها بنزين وأطار بنزين ومزود وهي دي كلها هاي دي اللي خلى أنه الأشخاص يلي كانوا حول الخزان يعني أخذت النار لقطت لسان النار وهب فيه نعم إمتى رح يتم رفع الدعم هل بلشنا بالعد العكسة يعني توصل التنكي 13 دولار أو 12 ما بعرف بالضبط قدي أنا باعتقد نحن بقلب العاصف حاليا وللأسف يعني كانت أنا بتمنى أنه يكون في حالة التوارئ يعني لمصر في لبنان مع الحكومة وزارة الوطاقة أنه يكون اجتماع متواصل لا يلاقوا الحل لأنه نهار السبب وقت التقى الحل المؤقت يشعبوا المؤقت لأنه قضى على تسليم البضائع الموجودة بخزانات الشركات هذا الحل كان لازم نفس نهار نهار السبب يكون سلسلة اجتماعات حتى يصلوا لتفاهم على المرحلة المقبلة وأنا قلت على تيفي نهار السبب وتمنات وعملت نداء لكل الأشخاص يلي ميسلين هاي الملاف لحتى يلاقوا الحلول المناسبة العالم ما فيها تبقى هيك وأنا حذرت من انفجار وقلت أنا أنه لحيكون في بالشارع انفجار لحيكون في مشاكل لأنه العالم ما بقى تحمل يعني ما فيك تطلب من العالم هلأ يمكن بالبنزين فيك تقول للعالم أوكي ما تتعبوا السيارات وما تتمشوا ما تتمشوا بسياراتكم بس موضوع الكهرباء والمزود والعالم يلي عندها براد وهالبراد هيدا تزعي تنتلفة الباع كبه الباع اللي موجودة عندهم أو السوبر ماركت يلي بدوا يا يطلف الباع يا يعطيها لجمعيات خيرية وممكن هيدا الباع ما تكون ما تكون منيحة والضر العالم يلي لحتكلها يعني هاي الكارثة الكارثة على كل الأصعي ده مش بس على صعيد المعيشة بس كمان على صعيد الإنسانة على صعيد الصحة إلى آخره غير مقبول يلي اليوم عم بيصير نحن عنا موضوع غير مقبول كليا ما حدا بيقبلهم ولا لبلانة ولا شخص عائل ولا شخص يعني أنا شو بدي قليك فيه رفض تام لهذا الموضوع عن كل العالم وأولا شركة النفط لأنه هي بالنتيجة عما تعيشها كل يوم عما تعيش هالمشاكل كلها ونحنا متل شخص عما يعمل عم يبزل كل الجهد حتى يقدر يعمل شيء ولكن نحنا الموضوع أكبر من نصار وهذا إذا ما أصر في حال هيدا نحنا تتوقعوا بتتوقعوا يصير في حل يعني يلاقوا حل وسط بالموضوع لأنه بعتقد كمان أنه اللبنان يدفع 300 أو 400 ألف حق تنكة البنزين نحنا عم نروح على أزمة جديدة رح يصير المشوار برايوريتي أو كماليات إذا بدك رح الناس تصف سياراتنا سياراتها يعني في خسارة لألكم كمان لأنه أكيد أكيد المشهد العام رح يتغير شوف يبدأ لك شغلة هذا الموضوع يعني ما أنه موضوع الساعة أنه نخلق مبارحة هذا موضوع قال له سنتين عم يجر من وقت ما بلش الدعم كل الكل بيعرف أنه الدعم هو لوقت مؤقت أو للحلول البديلة يعني أنت اليوم ما في بلد بالعالم بيعمل دعم بطريقة كونتينيو يعني على طول نقل أنه بالنتيجة بيكون فيه زرف معين الزرف اللي وقتا نخلق موضوع الدعم نقل أنه وقتا موضوع سعر صرف الليرة وقتا تدهور الليرة إجو قالوا لا نحنا ما بدنا نخلي الأمور تدهور بدنا ندعم تاكية البنزين والمزود ولكن هذا الحل المؤقت كان مفروض بالتزامن ينحق إليه لحتى الأشخاص يلي هن بحاجة الأفراد والأسر يلي بحاجة يلتقالوا طريقة حتى يكملوا ويكون في استمرار ونحنا عرضنا عدة حلول وطلبنا أنه يكون فيه شيء اسمه صوفت لاندينج يعني شو الحلول شو هو صوفت لاندينج صوفت لاندينج هو بس المشكلة هو أنه اليوم الصوفت لاندينج بينعمل كان من سنة سنة ونص ما بينعمل اليوم اليوم وصلنا على نهاية يعني تتلاقي الصوفت لاندينج هي شارة كتير صعبة يومين بعدة حلول لحقبة الحل يمكن أول مرة بينسمع على تيفي بدي أشبه هذا الموضوع لموضوع استبدال قرورة الغاز مثل ما الكلب يعرف أنه اليوم اللبناني عم بيستبدل قرورة الغاز بياخد قرورة جديدة مزبوطة الحكاية أمنا نعم هالموضوع هذا مين عم بيدفع التمنوع عم بيدفع المواطن بالاستبدال بجدول تكيب الأسعار في مبلغ معين تحت القرورة الغاز تستبدل أنا اقتراحي أنه للأشخاص يلي هن بحاجة يلي هن مانن قادرين يدفعوا التمن تنكة البنزون كمان ينوضع قيمة معينة تحت بجدول تركيب الأسعار وينخلق منصة هالمنصة هي يعني بقدم الشخص طلب يلي هو بحاجة ويندرس بطريقة علمية وبينعطى لها الشخص بنزين مدعوم أو مزود مدعوم هاي دي بتكون هي عم تتمول نفسها بنفسها وبتكون لأنه المشاهيين لأنه ما فيه اليوم مصدر التموين من الحكومة لأنه الحكومة ما مع فلوس ما مع مصاري بهالطريقة المواطن بيكون هو يساعد نفسه والعالم يلي عنده قدرة شرائية بتكون ايها بتساعد وهذا الاجتراح نحكم مع معالي الوزير نهار الجمعة ونحكم من معدة نواب ومنهم حتى نائب الرئيس زي العكرة نعم نعم استاذ مارون شو رأيكم بالتهريب يعني اليوم التهريب شو ما وقفكم من عملية التهريب الكبيرة اللي عم بتصير يعني أنا مبارح كنت بيعكر لما بتوصل على ترابلوس من بعد ترابلوس ولا ترمبة بنزين مفتوحة كله مسكر ولكن على عينك يا تاجر جالونات من هون يعني قد ما بدك وليت صغار عم بتبيع الجالون فيه 6-7 لتر أو 8 لتر عم بيبيع أقلوا بـ 200 بـ 250 ألف يعني فلتين هالأد على المكشوف مصر شو رأيكم بكل اللي عم بيصير بالشمال وتحديدا بعكر مش بس فلتين فلتين وخطر لأنه بتشوف حتى هالأشخاص اللي عم بيبيعوا المنزين عم بيبيعوا عم بيفضوه بالسيارة وحمنين سيجارة نعم يعني أنا أنا ما بفهم كيف هالشخص هيدا منه واعي أو منه عارف لها الدرجة الخطر اللي هو عم بيشكل على نفسه وعم بيشكل على الشخص اللي عم يشتري هالبنزين من السيارة تيحطه بسيارته هلأ اليوم نحن بفوضى أوكي وهالفوضى لح تشكل نوع من كمان زيادة من الفوضى لأنه الفوضى بتورد الفوضى كمان وهالشي هيدا برجع بقول غير مقبول مشان هيك لازم يكون في حل وهالحل وهالاتفاء نحن مستعدين كشركات نساهم بأفكارنا بس بالنتيجة نحن ما فينا نفرض شيء نحن مواطنين نحن كشركات مواطنين مثل هالمواطن نحن نقدم حلول نقترح إشياء بس بالنتيجة القرار هو قرار سياسي وهالقرار سياسي لليوم وللأسف بعضنا مندور حول الموضوع و أنا اللي حصه و اللي إسبعته أنه هذا الشي بده ينأدف للحكومة الجديدة بس أنا سبق وقلت أنه ما بينطر يعني ما فينا ننطر بقى ما صار حكومة جديدة يعني رهان أنه يكون فيه حكومة اليوم أو بكرة الثلاثة طيب نحن بعض عنا يمكن يومين ثلاثة يعني نحن عم نأمين المستشفيات وبين هلينين بالحديثة اللي صاري صار فيه كمان طلب أنه يكون فيه على القليلة عشت يم تأمين للمستشفيات والأفران والمخابز وهالموضوع هذا تحت كمان ما نقع كمان بالمحزور الجديد نعم نعم استاذ مارون هيك إذا بنا نبلش يعني نختم بتتوقع يعني بعد هيك عبالة اسمع جواب شيفة عندكم توقعات إذا ما نوجد أي حل من الحلول اللي مقترحة رفع الدعم هيكون خلال يومين صحيح؟ هيك مفروض أنا بقلك أنه في بواخر منتظرة نعم في يوم اثنان بواخر اثنان مزوط واحدة بنزين موجودين بالمياه الإكليمية البنية نطرين القرار حتى عالية سعر بدها بدها تتفضل لأنه هيدول مدفوع تمانون يعني ما فيها الشركة هي تدفع تمانا 18 دولار وتيجي تقبط 3 دولار وفي باخر كمان واصلة من خلال 3 أيام كمان فيها بنزين أنا مني خايف أنه من المادي ما تنوجد أنا خايف أنه هالتشابك ما بين أهالي السلطة يؤدي إلى فعلا انكتاع كل المواد يلي شفناها بين نهار الخميس والجمعة ونرجع يعني 3 أربعة اليوم بكرة 3 عن جديد نهار الأربعة والخميس نرجع نشوف عن جديد يلي صار من من خمسة أيام وهذا شيء هذا اللي عقوله غير مقبول يعني متوعين الناس ما تقبل أنه يتثبت السعر على 13 دولار بلك بالنتيجة برجع بقول أنه العالم بدأ المادة يعني في ناس قادرة تدفع المادة وفي ناس منا قادرة تدفع المادة نعم في ناس رح تصوف سياراتها طبعا مين بده يقدر يفول يفول بمليون اليوم يعني بدك بدي أقول كمان شغلة نحنا للأسف يمكن السياسيين ما عندهم الجرقة يجوا يحكوا الحقيقة لكل العالم نحنا وللأسف وأنا بعتذر أنه قوله نحنا صرنا بلد فقير نحنا صرنا بلد فقير هذا الشيء يلي نحنا لازم نتكيف بالوضع جديد ما حدا طلع وقال الحقيقة لأنه من السياسيين يلي بدي يقول الحقيقة بدي يقول أنت وصلتنا لهون وما حدا مسترجى يقول هالحاك نحنا لازم نتكيف طريقة عيشتنا وطريقة شغلنا وطريقة تعاطي نحنا مع الواقع بنظرة جديدة ووقت ما نحنا منبلش نطلع للموضوع بنظرة جديدة بعتقد بيصير الحلول بتبلش أنا بدي أعطيكي مسأل أخير نحنا بالكوفيد شفنا كلنا وفي كتير ناس اتعلمت من بيوتها نحنا بعتقد لح نضطر أنه نرجع من بفترة حتى يصير فيه يرجع يكون فيه هالنوع من التعاطي بالبغضو نعم 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 ما بعرف أستاذ مارون إذا حابب نختم بشي بعرف يعني اللي قلنا للناس ما بيطمن وعندكن توقعات إحصاءات أنه تخف في ناس بدأ تصف سياراتها يعني بقولكم في خسارة على قطاعكم هلا نحنا ما عم نطلع بالربح والخسارة نحنا عم نطلع على دايمومة لبنان مو حتى مش دايمومة عملنا دايمومة لبنان الاقتصاد ما في يكون بدون ما يكون فيه محروقات بدون ما تقدر تروح وتجي على شغلة بدون ما تدور الكهرباء إلى آخر هيدي المشكلة الأساسية وبين هلين المشكلة هي الطلب الزيد يلي صار على المزود إجا نتيجة انكتاع الطيار الكهربائي مضبوط نرجع الكهرباء على البيوت العالم يعني ما فينا كمان نقول ما بدنا كهرباء وما في مزود وما في بنزين وطاعت نشوف كيف نلاقي الحلول يعني فيه هون فيه تنقضات كتير آسية وتنقضات يلي ما فيها تقوم بهالوضع المسؤولين شو بعده النطرين حتى يقضوا ويلاقوا الحلول يلي وفيه حلول برجع بول فيه حلول عطيت مثلا مثلا بموضوع البنزين والمزود وأكيد لازم يكون فيه منصة واقترحنا موضوع المنصة وانحكى فيها فترة بس كمان ما اتخذ القرار منصة يلي بموجبة الشخص يلي أو الأسر يلي هي بحاجة يتقدموا لطلب وهالطلب بيكون فيه كريتيرياز معينة وبيصلون رسالة على التليفون QR code بيخولون أنه يعبوا بنزين أو مزود بهال QR code وهالشي هيدا فين عمل خلال ثلاث أسابيع بده ثلاث أسابيع مش نهار ونهارين بده ثلاث أسابيع بس بدك مين يعني يريد يعني بدك التنفيذ بدك العالم تقول أنه نحن وصلنا لها المرحلة خلانا نبدأ بالحلول مش نظل نحكي بالمبهم بالمشكل نعم نعم أستاذ مارون شماس أنا بدي أتشكرك حضرتك طبعا كنت معنا مباشرة على الهواء يعطيكم ألف عافية الله يعافيك طلب أخير إذا تسمحيك نعم بعرف أنه العالم عم بتعاني وبعرف أنه العالم دق خلقه ووصلت لمرحلة أنه عرفاني من نفسها ولكن بطلب لأنه في محطات عم تفتح وعم تسلم بس ما فينا نسلم ونشكل خطر على العالم بطلب أنه من هالأشخاص نكون عندهم الحسن المواطني أنه معلش خلينا لو مرة واحدة نفرج أنه نحنا كمان لبنانية نحنا ناس حضريين يعني إذا بنا نقاف نقاف بالصف قدر الإمكان نحنا المحطة اللي فيها بضع لحنتلب المكسيمم ونحنا عم نقول قبل منص ساعة وبساعة يعني إذا عارفين أنه ضاع ما في كفية لكل العالم عم نعطيهم خبر يلي وقفين بالصف أنه بعد منص ساعة نحن نوقف يعني خلينا نكون نحنا نساعد بعضنا بعرف أنه هذا الطلب يمكن صحيح حتى الموتوسيكليات يطلب منهم أنه يقافوا بالصف ما يشكلوا خطر لأنه أي شرارة وهلي بالمحطة بيموتوا هالكل وإن شاء الله ما نوصل ونقول بكرة وبعد بكرة كمان صار في حادث محل تاني بتمنى هالشي بتمنى أنه هالصرفة هالناس يسمعونه وبتمنى أنه السياسيين يقضوا على الطاولة ويتفقوا سواء لأنه هذا الموضوع يعني بيمس بالكل وما فيه ولا طايفة ولا حزب إلا ما هو مدية أو يعني بهذا الموضوع هو له شي مدير عام شركة ماتكو ورئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس شكرا لألك الله يساعد اللبنان اللي واقف بالصب وكتير من الأحزاب مزبطين ناسهم ما يعني كلنا عارفين في كتير ناس ممشي حالة للأسف دايما الكبير بيأكل لصغير خلينا نتبع على الأرض زميلتنا شانطال أز موجودة كمان بالدورة على ترمبة تطال كمان في أزم كبيرة شانطال فضلي موجودة نسرين نسرين هون وقفنا على ترمبة تطال لأنه شفنا الصف كتير طويل أكتر من العادة والعجع منها طبيعية هون وقفنا على المحطة وفي تناقض بالحكي بين أصحاب المحطة والأشخاص الناطرين شكلوا فيه عطل بالكهرباء بالمحطة ومش قادرين يعبوا منزين للأشخاص اللي ناطرة بينما الناس اللي ناطرة بالصف صار لها من الساعة 2-3 الصبح ومنهم من الساعة 12 عم بيقولوا لنا العطل كان من الساعة 4 الصبح وما دين كان من الأربعة الصبح ليش ما صلحوا ليش صرت الساعة عشرة وبعدها المحطة وقفة وبعدها الأشخاص ناطرة مش رفك تخبرنا الشيء وما زال أنا الساعة 2 جيت وقفت هون كان هدا يجيب معطل هون قدامي وقفت هون وقفت الصبح بيجي الساعة هدا الشغيل المصري بيقلي إذا بدك روح ورجيها بعدين عم نصلحها انتولي شو عم تصلح انتولي عطلت من الساعة 4 مبارح انتولي مديرت عطلت لماذا ما يجبت الصيانة من الساعة 4 مبارح من بارح قال مبارح سكروا كرمية العطلات 4 بعد الظهر اوزة طبط حديد قال ما فينا عم يفتحوا ما بيخلي حدا قربها لها لنفتحها ولا بيخلي حدا كل شوية بيقل لك العطل من جو العطل من برة ما بديو يفتح الظلم كزاب ما بديو يفتحها هو هو ما بديو يفتحها اتصلت عن عيات الجيش عن نيو 17 تلو هكا كالأسرة والحي بعد حدا بعد ما اجي حدا بس كزاب العالم من عبد قدامه لكن العالم ايجي تشكت هلا اش معنى هادي لو من قولهم في بلزين لاش يجو شكوا قدامه لاش يجو قدامه لاش يجو مصفين لاش يجو دغري برمو شكوا وهي دي العالم كلها غنم هلا فيه ألف وحد بصف فعل هو 12 هدا تنتان كنا والله تنتان بالسيارة انا وحييت الله وهذا انا امر 69 سنة بدي ايجي هوقف هزل هيدا وهي السيارات كلها صفت كيف بنا نحنا نجي نعبي هلا وانت بديو وصل دور لاش ما بيخلينا نفتح الطبع نحنا لاش ما بيخلينا نفتح لتلو انا عم بحقي معلومة يعني مظبوط نسرين نحنا اللي عم نشوفه انه في صف طويل من العالم ناطرة بينما في اشخاص عم تقدر تسوط عن محطة من الميلة التانية في موتوية على هالميلة ما إلا ساعة ناطرة بينما هون في اشخاص قلهم 12 بالليل يعني بتلاحظة انه في شي مش مظبوط المحطات مثل العادة عم بتقطع عشخاص اللي بتعرفها وفي محسوبيات بتعبات البنزين حتى هاي دي عالم محسوبيات عم بتفوت لهون عالم محسوبيات عالم ناطرة كل الليل هون وهدي اجوا هلأني وفاتوا لجوا اول عالم فاتوا انتو مادام الكنتناش بالليل ليش ما فليتوا على غير محطة بنزين مادام في غير محطات عم بتعب بنزان عش فينا عش فينا لما وفنا من ساعة انتان روحنا بلنا بروح الليل اطلعت عجعيتة أنا لقات السير ضارب لشو لعجلتون قلت يا صبي ما زل هاني فيه سيارتان بيجي بصفان جيت له هاني صفاتوا بعدنا هلأ قلوا ساعة ثمانية ساعة تسعة ساعة عشرة هلأ بقولوا مقامات معطة على ازا بنروح على محطة تانية نحنا بما وقفنا بالصحب بكون سكرت والسيارات والسيارات دوي الاحمر كلها فيها شو بتعمل ليش ما علق وراء او بقى عمل شو اسمه انه المحطة كنا عرفنا مصباح ليش ما علق وراء انه معطنا المحطة ليش ما حط سكرت يون انه المحطة معطلة وهو دي لو مننا نعرفين انه في بنزين وبدوا يعبيلي موقف الجوار فحصها قدامي فحص فيها ما بدوا طبعا نحنا بنفتحها ما بدوا يفتحها يعني العالم عم تسأل نسرين مدام ما في بنزين ليش في اشخاص وقفة ناطرة لتعب اه اه قطعت من قدام هاي العالم اللي ناطرة وقفة هونيك من بعد ما حكينا مع اصحاب المحطة قالوا لنا انه مش مصبوط ان المحطة كيتمعطلة من المبارح المحطة كيتمعطلة من اليوم الصبح وبدوا نربع ساعة نص ساعة ليس الحوال احنا صرنا هون اكتر من نص ساعة احنا بنفتحه احنا بنفتحه يقيد بس ما بدوا يخلي حدا بعد وابعد ومتخد ما يقيلها في دي شي باحد عم يخلي حدا اه تقدر ما بدرجال القصة هي كليات عجاء عجاء الفارق المساور عم تشغل فرد واحد فرد واحد او فردين فرد المولتسكليات وفرد السيارات طيب انت فرد السيارات وفرد المولتسكليات شو بدوا لحها عنده كمية هداك اليوم عددورة عطري الخط البحري عم عبي المولتسكلي ووصلت عدوري نطر الجيش هلأ انت هون عدي صر لك ناطري؟ شي تريد من 3 ربع الساعة كيف 3 ربع الساعة وصافك قدام؟ صاف قدام متسكلي بس مش عم عبي مش عم يشغل صاف قدام متسكليism بنزين من بعد ما احنا بلشنا نصور. نعم. متل ما عم بتشوف ان هون رجعت لمحطة عب بنزين. اه بلشي يا ابو. طبيعة من بعد ما بلشنا نصور وسمعنا العالم ما بيمشغل هذه. عب بنزين من بعد ما سمعنا العالم شو عم تحكي. ومتل ما عم بيحكوا كانوا العالم يصيرين هولي اشخاص مرأوا من قدام الصف يعني هولي ناس هولي ناس ايه هولي عندهم وصايت يعني. هولي عندهم شكل وصايت. ايه. فجأة المحطة مش حال الكهراء بتصر لمنبارح واقفة. قدي عم بيعبولهم. شانطال قدي عم بيعبول الناس. قدي عم بيعبول الناس. لحظة. صاري. قدي عم بتعبو بنزين. عم بيفوله. عم بيفوله. واو. طال عم بيفوله. بس طبعا في ناس نيمة من 12 بالليل يعني. عم بيفوله بس من سويني نسرين. اه قبل ما كنو عم بيفوله. عم بيفوله. عم بيفوله. عم بيفوله. عم بيفوله. عم بيفوله. وفجأة هلأ. هلأ فجأة. مثل ما شفتي. من بعض مرعانة بلشت تحتي وتصريح مشي الحال. زبطت المحطة. عجات. عجات بالفعل. شكركم كتير. نعم. 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 شانطال بدي تشكرك. رح يكون لنا عودة لقليك بعد شوية. يعطيكم ألف عافية. من جديد بحييكم عبر صباح اليوم. نحن مباشرة على الهواء اليوم. مستمرين. كل نهار رح تكون بشكل مباشر. لنغطي الأرض. لنغطي شو عم بصير. لننقل واجعكم. ننقل صرخات الناس. ننقل آخر المستجدات من عكار مع مرسلين وزملاء منتشرين بكل المناطق اللبنانية. بدحية الجميع. وقل يعطيكم العافية على كل المجهود اللي عابين عمل. رح يكون معنا بعد لحظات ويليام نون. ويليام هو شقيق الشهيد جونون. يلي رح ضحية انفجار أربع قاب. مثل ما سمعنا مبارح. ويليام نون تم مبارح يعني آتقاله بالليل. ولكن صار في ضغط كتير بالشارع. ومن أهله. ورجعوا أطلقوا وصرحوا المساء. ويليام نون وعي اليوم على مشكلة جديدة. يلي هي تكسير سيارته أو تجريحه ودوليبه على الأرض. طبعا هالشباب يلي رايحين للأخير لحتى يجيبوا حق إخواتهم. عم بيتعرضوا لكتير ضغوطات. وقالله يسترنا من اللي جاي. ويليام نون صار معي على اللي هو صباح الخير ويليام. صباح النور سرين. صباح النور. ويليام آآ أول شي حمد الله على سلامتك. مبارح آآ لما لقاطت آآ طلبتني والدتك. كنت بعكار. وهيك عم تستنجت يعني. ورجعت بعد شوي خبرتني أنه أنت آآ آآ أطلق صراحك. آآ صرت خينة وصرت آآ صرنا نحبك. وصرت آآ واحد منا كلنا نحنا اللبنانيين ويليام. ما نحبكم نوسق فيكن وانتو بتعرفوا بتدعمي لأسيه تبعنا كل شي. انت بسعيد شخص اكيد كصاحبتنا ومع الوالدة. وكصحافة. ومرسيل كل اللي تضمنه مبارح. وكل اللي. نعم. اللبنان كله تضمن معك يا ويليام بارح. يعني خبرني أول شي قيل أنه اللي اعتقلوك هن مين. ورحت لمحالك. خبرنا شو صار من لحظة قاتي قالك. آآ وين رحت هل تعرض للضرب هل تعرض للخبيط. شو صار معك. لكن صراحة ضرب كتير بالشارع بس. نعم. بس شعبة المعلومات لأ كانوا كتير محترمين معي. حتى طابت منهم ما يجبلوا ما يمسقع وقعدونا بقودة دورولي فيها اي سي. وصار في تحقيق اكيد يعني اجراءات قانونية. بس الضرب اللي صار كتير صار بالشارع يعني اللي بيعرف الشارع التحت من برج البلاتينوم. نعم. للمفرق اللي بيوجد يرجع على سبعين برايس بياخدك سوبره وشو هيك. هل كلها اجيت فيها شحط وخبيط. انا صراحة بعرف ان واحد بشغب بتعدى عملك خاصة بتوقف. بس مش بيتخبط بحديد عراسه. تخبطت بحديد عراسك? اي اي هلأ عندي هوني وراهم. بس مش مش لاخر هامي بتعرفيني ان تشتوش معي. بس بدي اقوله انه بس لح قوني الشغب مش لحيني لانه تكسير. انا اللي بقوله انه لحيني قصد. طي يخدوني او حدا اعطيه امر. ما بعرف حدا مين? حدا امنة سياسة. انا عمله كفان هالصابي باركي بيسو. بس انا بقوله لهم لسانة ولا حدا فيه سكت. اربعة واشرين فراش. اي اربعة وثمانين. وكل عدل بزيد فراشين. واغر امي الاجهزة والدولة والدني كله. انا قطلولي خي. يعني كل واحد بيقول له خيي لازي عمي مثله. ولا حدا لا يخيف منه ولا شي. العصي. خبيط لويط لايك اذا بتطلع زوان في زيح احمر وهون. دعسل لعراسي برنجر. يعني لو مش اني عشرة فشل عرقب طول عسكرية العصي لعراسي برنجر. بس اني عشرة. لو يجو واحد واحد. بعلمه انا كيف يكون الخبيط. بس اذا لو كله مش فارقة معي. ده بعتبر انا شيء بسيط بالنسبة للقضية الكبيرة عم كافح كرميلة. نحنا مكفيين. بيوت السياسية. القاضي وكمان هرب سيطر فيه متخهمة. نعملهم الليحة. لايحة الهربانين. لايحة الجوبة. لايحة المرتشين. بكرة بكرة ما سينا نوزعهم يعني. فتنا عبيته وسألها. بدي اشتر عليها كتير. انه عالنا سوارنا في جديدها قبل ما نطلع انه كل في كرونة اي تيم. في سلاح في ما كنت عدم مصاري في خزنة. كلنا نحنا نحن فيلهم سوارتهم احسن بكرة يطلعنا بخبرية اخذيني شيء من البيت. اشيء من البيت مش مكسريني كله. نحنا مش احراميه ولا سرائين مثلهم. نحنا مش احراميه نحنا اصحاب حق. نعم. هو كذب علينا ليش نحنا نطرق المرأة بالزيت. اول شيء لانه شاب مفروض تكون راسوا تغيير مثلنا. هو عمره قريب من عمري. كذب علينا اللي هو صحب عامل ورقة نكاتب العدل وقدمه عامل مكتب المجلس. طلق لا عامل ورقة ولا شيء مكفه بالعريضة ومكذب على اهل الشهداء. من هيك تنققه وبالسبب التالي تنققه كلمان اللي احنا عم نتابعه عم نرقبه. هنفذل ان اصمال العلام مزبعت بيته جديد. وجايب فارش بانت اللي انا بريكله فيه بس تخزق يعني مش هيتهنى فيه. والمصالة في كل بيوت السياسية ملاقي فيها كمية بحول عند ما بدك يعني مش عارف اللي زني والله مستقوانين ولا بيفتحوا عشوات وبرد. في عنده في بيديو انا قد اكيد سماعك. فيش عشي سنتين ببيض يعني كلنا بيتدوى العفة وانتعاطف مع عكار ومن هيب عكار. واهل عكار ما يتيني مش اعفين. هو قاعد كان بشقته ببيروت بدور الايسيات ومثل اجر الدين كله هو وغيره. انا بدي يقوله بدأ الشعب اللبناني يوقفنا على السوش الميديا. ينزل على الشارع. عبيوت السياسي مش الشارع يسكر عبعدنا. كلنا بنعرف مين الفاس دين. مين المرتهنين. مين اللي بوشين لهاو المعلومات. انا بستعد ساعد كل الناس فيها. انا صار عندي احصى كبير. نعم. والحمد الله. ونبين على الخير. ويليام بالبلان شو يعني فيه تخطيط انكن تدخلوا بيوت السياسيين يعني مكافين بهذا المخطط. هلأ صراحا سين تخطيط طبعا يعني نجال بي مطرح نجال بنقنح نحس لحدا سياسي يعني نكمشو. نعم. نعم. وانا فيك عم واحد خاصة من قادة الاجهزة الامية السابقين. حابب كمشون. وبس ايك مش واحد الله بيوفقني فيه ان شاء الله خير. بفطوا بصندوق عربيتي بجيبوا عضاياك. وهم بيستقفلوا فيه. اصحاب الجو اهلي. لا. واخر اهمنا الامن عندهم ويخبطونا ويكسرونا. هن هو الاجهزة. بتقول شيء كلمة باش عصو. بتعرف ايش بدقول. اه اه. ويليام اه 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 تعتبر الضغط هو يلي اه من ورا الضغط اطلق صراحك لانه صارت قضيتك بل كقضية رأي عامة بارح المسا. اه لكن سرين اول شيء اكيد اكيد كلمة الضغط. نعم. بالشارة. طباب نزلوا اهل المنطقة واهل وضاياة نزل سكروا طريق جبال. جبال صح. نزلوا عساكنة الحلو. كل الناس على السوشل ميديا بس يقول شغل لبناء مش لانهم كلمة لانهم كلمة لجو. لانه انا احامل قدام جو قضيته. كل اللي اتدامنه مبارح انهم يتدامنوا مع جو. مع شهودة واربع ايب. وبشكرهم. ونحن لبنية كلنا قلب واحد ازو الله رد ضد هالطبقة الفاسدة. ولازم احق الله لو صار هالشي مع حدا تاني نحنا اول ناس هكوون بالشارة. نحنا كلنا قلب واحدة كل اللبنية. قضية المارفق بزن بتكمل قضية عكار اللي صار اكيد نفس الشي. بس لان كل من ورا الدولة وضعفة واجهزة الماردة ان انا هالي اللي كانوا مبارح على حين بالشارك. بيسترجو يلحقوا شي كاميون محمل ميزوت رياحة سرية واكيد لا. اكيد. كل بساطة. بيسترجو يروحوا على مناطق ابعد من المناطق اللي كدنا فيها اكيد لا. بيسترجو يطلقوا على تجار الحشيش اكيد لا. نعم. بس نحنا معاش فرقة معنا صراحة. يعني كنا قابل نسكد ان احنا مع الدولة واكيد نحنا مع الدولة ان احنا اخويتها بصفين بالدولة. بس بس الدولة واجهزة تصير ضدنا لأ نحنا ضد الدولة. طب خلاني ايه. اللي هم يعملوا تغيير بالبلد. اللي مع الدولة رح يصير ضدها. اذا هن مش هيتزنوا بالقوانين وبالقضاء. يشرفوا كل متهم يروح على التحقيق. يروح على القضاء. مش كبير كتير ازا لاحن بالقاضي. يعني منوها اصلا انت بروح عند القاضي. في شهر اللي بدي زيدا. في احد متهمين عنده عرص بنته بواحدة عشرين الشهر. هلأ? هلأ بعد كم يوم بعد كم يوم اصدق? ايه ايه واحدة وعشرين. نعم. بأي عين تكتعمل عرص بنتك وانت متهم باكبر تفجير انك شريك. فينا نسمي فينا نسمي ويليام مين? المين? في اليانس في اليانس ايه اه. اكيدنا نسمي في اليانس. بارح مبارح للمصالة في جنيه عابل حفلة. نعم. ببعرف اشكر موة يعني على الوصص المشطالية كتير. اللي بدي يقوله انه انه انت يبيك لعم يعملك اه عرصك بالمصالة لعم يعملها قابل تيسكت عن دم خي لدم اصحابه. انت في السنان القبض احسن بسيه ملطخ بالدم. نعم. بالاسد. اهواجة. اه قد ما بدك اهوتي وسهر وكزا. هاودي يا حبيبي يا جادو يا جو اهواجة. هاودي المصالة يبيك قابل تيسكت بوزه عن دم خي واصحابه. نعم. وكلكن علي حسين خليه غازة زعيتر. خلي الولاد يعرفوا بياتهم كليب. بياتهم قابلين مصالة تيسكتين عن نيترات الامونيوم. فسطانك رح يكون 21 شهر ملطخ بدم الشهداء. يا عيب الشوم باي باي حق للعين. يعملوا عرص. وسهرة. باوتال باهدن. يا عيب الشوم. نعم. انا بعتاد اهل اهدن بيرفضها الشرلي. وناثر صراحة تحرك من اهل اهدن. لانا انا بروح اهدن عطل على السيدة. وكل اللي بقولنا احنا متضامنين معكن. وزا السياسة اللي هم من عندهم. لو من بيتهم سياسية اكيد رح يرضوا اللي عم بيصير. يخيزوا هو بريق عم بيدوية. بس قبل ما واحد يطلق بريق يخف. هم يقولنا عهر بقى عن جد. فوق تمرات. وكلهم يطلق بباروحي لهم. وعايشين حياتهم طبيعية. وسهرات. وعايشين بالبيوتهم بالايسية. وصفر. وصفر. ايه. انا بديع اهلي الشهادة واهلي الضحايا ومتضررين والجرحة. يشوفوا شو بنيعلوا به الموضوع. نعم. واهلي اهدن لانا باعرف انا اخلاقهم واهلي شرف هاو ده. هني يتصرفوا معهم. ويليام. هني مع الشي سيد لانه عملي عم بيسير. انا مش ما قولته قد امي تحضر واحد متهم عم يرقص بقرس ببنته هي ابنة مشقف في الابر. حقكم طبعا. البنت الفنيانوس في اسطانيك. اللي دافعين حقهم بلطخ دم وبيك. قابل حقه ما صارت اسكت عن دمنا. ويليام اليوم وعيت انت سيارتك كمان مجروحة دوليبك الاربع على الارب. بلش ضغط عليكن بشكل اخر كمان يعني ما بدنا يصير معك شي واخبرنا. عرفت مين? انا انا كني صلي على التلفونة وانت بتعرفي. تهديد نعم. انا انا ما بديش احكي كتير بهذا الموضوع. اربع دوليب واتجاح سيارة وتكسيرها وسرينها. انا عندي زمامير خاطر فيها سرينهم. مش مشكلي هاودي شي كتير بواسط نسبة اللي احنا فيه. وانا يقول القاتل وتكسير السيارة وكذا بيولعوا البيت فادا اجروا الجو. وتصفينوا بالسيارات وبالبيوت كلهم. الحقيقة بدنا نجيبها بدنا نجيبها ودم الجو ما بينو حادر. ومين اللي حقي بيتيتوا الجو ومبياناتنا ومضلت سكتين لا مش هح نسكت. لحن يملي ايامي كلها بالبلد. جو واصحابه وكل الضحايا. الياس الخوري. اليكسوندرا. ايزاك. هاو دي كلهم شهادة ابريا. هاو الدولة اتلتن. واحزاب المتماسكي بالدولة. نعم. كلهم بنا نجيب حقهم من الزعيمهم. ايش ما عاملوا مش عن سكتور. إلا تشولي لساني او او صون. وهذه طويلة عرقبتهم. سلامة قلبك. دير بالك على حالك مش مرجلة مع زعران. منا مرجلة يعني. خلانجرب ناخد حقنا منذ ما تعرض حالك للخطر. نحن مؤمنين ولد بيوت اكيد. طبعا. تيجي واحد يتزعران علينا. ولما مكافحة شغب مش عشيك ندعسهم واحد واحد. نعم. وهذا كان هم الدولة والاجهزة. انا عندي قضية دم خي. بدي عارف من قتله. يخبروني من قتله. بيباطلوا اسم وصوتهم اللى عمية سنة. قبل ما يخبروني الحياة اللى صارت باربع ايب. بدي ضل ازعجهم. بدي ضل قوترهم. انا كمان عم ازعر ايام منكم. بدي نهلك نعمتكم. ممنوع اثنين مولي. اللي عم ندقلهم ساعة ثلاثة اي اربعة اجهزة ضواء. بنعملهم صور وهم متهمين. متهمين 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 ومجرمين. يشارفوا على التحقيق. بدي عزيمة. مش معقول باية دولة هيبسير. بدل ما يروح يجبوه من رقبت مما كان يكون. نعم. عم بيجبوه من رقبت. يعيب الشوم عليون. طبعا. يشارف يروح على التحقيق. يلتزم راسي بس. اي ما بدنا ما بدنا نزعله ولا بدنا دخيلك. يعني. لا اكيد. يعني امك امي وانا بعرف هالمرة شو عم بتقضي. يعني انا بحبك كتير بوجهلة تحية بعرف. ما تشغلها بالا. يعني خليك. خليك من تباع على حالك يا ويليوم. انا اكيد ما بتشغلها بالا. وسيب تعرفنا. انا كل شي عم نعمل نحن والعائلة والضايعة. كرميلة. اصحابة يوم كرميلة. هذا هو الشيء اكيد بيخلينا بتخلينا تتركنا. بس انا بيقول شانا. انا بتقومي في ماء هتلابت شغلة واحدة. بس يبالغوا امي عنوان اللي انصار يقولو. اه في عسكر صراحة سيارة شو عروية طلع ايدمي. اكيد مش هسميه. انا بيقول في الناس مفاكرين اخذوك جهات حزبية ولا سيارات مدنية. هاي سيارة التحارب. بس بلغوا امي هدا الشيء. وخلوني عندكم مئة سنة خي وخبطيني عندما بدكن. بس امي تكون قارفي عنوان اللي اكتر لقلب. وكل حدا نزل دمعة امي رح نزله دمعة امي وزا الله رات. وكل حدا كسر قلب بي رح نكسر له راسه بزن الله. وكل حدا بكي ناعد جو رح نبكيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ويليام. الله يسمع منك. الله يسمع منك ويليام نوصل للحقيقة وان فيش خلقنا بعرف ما فيش رح يرد هالغاليين اللي راح هو لكن بتضل العدالة هيك بتشفي شوي وبتريح نتفي. بدي اتمنى لك كل الخير. نحنا معك حدك بيصفكن كلكم لجنة اهالي ضحايا اربع قاب. يعني مصابكن هو مصابنا جميعا. شكرا لك وإلى الملتقى ويليام. شكرا. حمد الله سلامتك كمين مرة. راح نتبع عالم الارض وانتقل مباشرة الى مستشفى اللي جهة يتوي مع الزميلة ماريات يونس. ماريات انت معنا. صحيح نسرين انا معكن بالوقت اللي شكرا. بالوقت اللي كنت موجودة فيه المستشفى عملت جولة على قسم الحروق محلما موجودين الشباب يلي تأذوا بانفجار مبارح. يعني قدمة احكي غير انه الانسان ينزل ويشوف المعاينات كتير كبيرة بهذا القسم. بدأت توجه بتحية لكل الممردين والممرضات يلي عن جد عم يهتموا وعم ياخدوا بالهم من كل شخص موجود بهالقسم. هو نحنا بالاخر عم نقول عم يعملوا وجباتهم ولكن للحقيقة الموضوع انساني. واكبر بكتير من انه شخص يعمل واجباته. رح احكي اكتر مع الدكتر المسؤول يلي هو عم يهتم بكل المرادة الموجودين بقسم الحروق بمستشفى لجعي تاوي. دكتر يوسف حداد صباح الخير. صباح الخير. بداية بقلك يعطيك الف عافية. مش بس على تعبك كطبيب الى جانبهم. ولكن على خليني اقول المشهد القاسي يلي انا شفته يلي ممكن مني قادرة انقله للمشاهدين. هيدا المشهد ما بعرف اديه من جوه بتاع ابكن نفسيا قبل ما نحكي هيك من الكادر الطبي لانه بعرف انه بالاخر عم تعملوا هيك واجباتكن ولكن بضل في مشاعر بالموضوع. اول شي بدي اتوجه بالتعازل لكل الضحايا اللي سقطوا بهالانفجار. بدي اتوجه بالاتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى كمان. يعني عناية الحروق شغلة كتير كتير دليكات يعني حساسة كتير. متل ما شفت انت يعني تحت المستشفى اللبناني اللي جعي تاوي هو واحد من اهم المراكز للحروق حتى بالعالم يعني. لانه عنا كباسيتات كتير كبيرة. بنقدر ناخد عشر الى خمسة عشر مريض محروقين. الاكيب النورسنج طبعنا يعني الممرضات طبعونا والممرضين والاكيب التمريدي كمانا كتير معوض على العناية بهالمرضة والاكيب الطب كمانا. هلأ الصعوبات اللي عم نوجهها هلأ اكيد كتير كبيرة. بس متل ما شايفة هو دي مرضى بدن عناية كتير مركزة. بيعانوا لانه من حروق كتير قوية ووجع كتير قوي. يعني بخلينا نحنا نضلنا بكل الوقت عادي حدهم عم نهتم فيه. يعني بدن سيبور مورال كمانا. زيادة عن السيبور للطب والعناية الجسدية. لانه اول شي بيقعدوا فترة طويلة بالمستشفى. يعني فيه مرضى بيعوضوا اوقات شهرانية وثلاثة شهر يقعدوا بالمستشفى. وبيقوضى لوحدهم اكترية الاوقات بيكونوا معزولين لانه بيلقطوا كتير بكتيري لانه ما بقى فيه حماية من الجلد. واكيد بيكونوا عم بيعانوا من اوجاع كتير قوية. مش انهاك كمان يعني زيادة عن العناية بالمرضى اوقات كتير بنا نضطر نعتني بالاكيب الطب والاكيب التمريدي لانه عم نعاني كتير كمان بالفترات المؤخرا يعني بتنقدر نخلي الاكيب التمريدي والاكيب الطب موجود لانه مش كل الامرضات متل ما شفت يعني مش كل الامرضات فيها تعتني بهيك نوع مرضى اوقات بيفوتوا الامرضات على ده ساعتان ثلاثة يعملوا لانه يغيروا لانه على الجروحات لها المرضى واكيد متل ما يعني اكيد العالم شافوا اسم صغير من المناظر على التليفزيون هيدا المناظر هن بيشوفوها كل يوم يعني كل يوم اوقات بيفوتوا بيفتحوا على الجروحات بغيرولهم بيسمعوا اصاريخ المرضى بيسمعوا انينهم بيسمعوا هالعذاب اللي عم يتعذبوه هن بعيشوه معهن اوقات كتير. دكتور اذا بدي فوت شوي بالتفصيل عن الحالات يلي موجودة عندكن يلي وصلت مبارح من هيدا الانفجار شو بتقدر تخبرنا عنا وشي عن اي حالات عم نحكي عن اي درجات حروق درجة اولى تانية تالتي. الحالات كلها اللي وصلت على الجهي تاوي حالات كلها حالات خطرة في عنا حالتين موضوعين على التنفس الاصطناعي في حدا نحط عاز غسيل كلاوي لانه يعني في عنا بهال اصابة الانفجاري اللي صار في عنا نوعين نوعين اصابات في عنا شي من قلو بلاست انجوري يعني من وراء الانفجار واحد مثل كأنه بينمعصوا العضلات طبعه واعضاء جسمه وفي عنا الدرر التاني اللي هو درر الحرق. دونك وهو ديد يعني اتنان انجوريز كتير سيفير واحد يعلجهم يعني المرضى بيعوزوا تنفس اصطناعي بيعوزوا اهتمام بالحروق وبيعوزوا لايف سبوت متل ما منقول يعني منعوز نعمللهم انعاش للأعضاء طبعهم ان كان ادوية تنعليلهم ضغطهم تنشطهم قلبهم يو غسيل للكلاوي لانه بيوقفوا الكلاوي عندهم. دونك عنا تسع مرضى هلأ بحاليا موجودين في عنا اتنين محطوطين على مكان التنفس الصناعي والسبعة الباقيين حروقاتهم كلها تاني وثالث درجة يعني ما في حروق درجة اولى كلهم تاني وثالث درجة بالقليل ثلاثين اربعين بالمية من سورفاس كوربورال يعني من مساحة الجسم محروقة. دونك هولى المرضى كتير غراف. هيدا اللي فيه هون المريض يعني كيف بتقدروا انتوا تخففوا الوجع طبعه يعني هل فيه ادوية معينة ترميل لانه حضرتك دكتور تعرف يمكن اوقات منحرق اصبعنا من ضلنا ثلاث ايام الناء. دونك هولى المرضى متل ما كنت عم بحكي بعوزوا عناية طبية كتير مركزة بعوزوا كمية ادوية اوقات كتير كبيرة ان كان امصال يعني فيه بعوزوا اوقات عشرين لتر مصل بالنهار. دونك بيخسروا كتير سوائل من جسمهم لانه ما بقى فيه حماية الجلد. بيعوزوا كتير انتبيوتيك لانه كمانا مثل ما قلت بيعملوا كتير التهابات بالجلد لانه ما بقى فيه حماية وهالبكتيري بتصير تفوت بسهولة على قلب الدم. بيعوزوا كتير ادوية للوجع يعني فيه ادوية للوجع. منعوز اوقات لنعم البنجة عمومة هن بيخدوها بس كرمال نروق لهم وجعهم يعني بيعوزوا مورفين كل الوقت ماشي مورفين عندهم بيعوزوا ادوية مثل الدورميكم مثل كروبوفول بس بدنا نغيرهم عن الجروحات بنعطيهم بنجة عمومة كرمال يقدروا يتحملوا الوجع يلي عم بيحسوا فيه. دكتور نحنا رح نتفي معكم وباقيين معكم واكيد رح نرجع نكون معك باطلالة تانية من بعد ما نقدر نحنا كمان نتواصل مع احد المرضى احد الاشخاص الذين اصيبوا بهذه بهذه الحروق واللي اجا من عكار ليلة امس حالته كانت شوي صعبة ما قدرنا نحكيه قبل شوي ولكن ان شاء الله نقدر نحنا نرجع نتواصل نحنا وياه رح نبقى مع كل الطاقم شكرا ماريات رح نكون معكم باطلالة تانية اما هلأ برجع لعنك مصري شكرا